بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يعني يكسبنا بعض الاحترام احترامنا نفسنا احنا وصلنا لمرحلة انك من كتر الادعاء ولاي الحقائق والمهابرة والمكابرة انه ييجي ناس بتحترمها في مواقع المسئولية واحد يطلع يقولك انا دخل فيا جون مش مفروض تحسب يعني هو قال كده ليه عشان عشان يبرر ايه وبعدين طب لو ما تحسبش انت كسبت الماتش يعني انما انما هو تعود ان خلاص عرف انا حكلم مين ويلاغي مين ودي نموذج بسيط ده لا ده الاسبوع اللي فات بقى تعليه بقى هو قال كده لا لا ده مش كفاية عام انا علي عليك وعلي عليك وعلي عليك ونبتدي نخش في يعني بعد ما كنا بنقش الشعبية كنا بعد بنقش الجدارة بنقش بقينا نقول ايه لا والله لا يمكن نقبل بالرعاية دي يا عم الرعاية دي واحد بيشتري منك حاجة ما تبيح عايش اذا كنت محتاج تبيحها بيحها اللي هي الامج انت بتبيع البراند بتاعك واحد بيدفع تامنه حتقول الديني زي فلان حيقولك لا هو حتته عن ناسيه وبحريه والاتفاعات مسموح بيه فيه بريميام لوكيشي فيه كل حاجة كل حاجة سعرها متميز بيقابلها قيمة مضافة المسألة مش كده فانا عودا دهش ولاقي ناس محترمة جدا وفاهمة مش مش فاهمة تاخدك في السياق ده وانت يعني كنت قلت لي جملة كده ان ننسيتها والله قلت لي عجبتني ها وانا فاكرها ولا مش فاكر ايه حد اه حد امن يمشي حد لا 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 قلت لي قلت لي حاجة كده هنفتكرها في سياق الحديث بتصور المشهد اللي احنا فيه اه بتصور ان احنا ما بقاش يهمنا المتلقي عارفين ان فيه جزء بيحب الكلام ده صحيح ايه لكن جزء كبير جدا بينتهج الهاكس جزء بلا مش كبير اللي بنتهج الهاكس بس هو اللي ظاهر على اللي طغي شاف اللي بتحبه ده يا راكز مش مش بيتقال كلام اه يعني يعني حتى انك تهتم انك ترد عليه باقي هو الكلام ده بيرتد الى اصحابه بيرتد الى اصحابه عدم اهتمام عدم مصدقية استغراب بين الناس حتى اللي بيخطبها احنا في حالة متدهورة اعلامين جدا اه استاذ ابراهيم وفي اعلامين كبار للأسف الشديد اه ماشيين في السكة دي طيب خلونا في البداية ننعي رحيل عضو النادي الاهلي الكبير اللواء محمود عطالة واحد من رجالات القوات المسلحة الكبار واحد من ابطال حرب اكتوبر كان عضوا بارزا في الجمعية العمومية للنادي الاهلي كان له حضور المؤثر وكان صديقا لكل ابناء النادي وكان دائم التواجد في النادي ألف رحمة ونور على روح اللواء محمود عطالة اللواء محمود عطالة رحمة الله عليه هذا الصديقي العزيز الراقي القيم أحد أقطاب أعضاء النادي الاهلي اللي كان على تواصل مستمر لسه ما يفيش من كم يوم كلمني وراجل متابع لكل شيء وعايزين وما تطلبش منه خدمة إلا لما هو اللي بيتابعك يعني هو اللي يعملها ويقول لك فلان تواصل أنا اتكلمت فلان ايه الجمال ده وايه الشخصية دي رحمة الله عليه ويصبر أهله يا رب ويعني بنفتقد كل يوم والتاني حد يسيب عندنا فراغ كبير شيعت جنازة اللواء محمود عطالة اليوم من مسجد السيدة نفيسة والعزاء في منزل العائلة في المراغة بسهاج ويوم الحد إن شاء الله في مسجد الحمدية الشازلية مراسم قبول التعازي في رحيل اللواء محمود عطالة عضو النادي ألف رحمة ونور عليها كمان بنشاطر الكابتن سيد معوض نجم النادي الأهلي ومدربه ومدرب المنتخب السابق الأحزان في وفاة والدته تغمدها الله بواسع رحمته وألهم الكابتن سيد والأسرة الصبر والسلوان ربنا يعني يرحم أمهاتنا ويخلي الأمهات الباقيات لأهليهم وزويهم مفيش أدفى من حضن الأم حنشوف أبرز عنوين هذه الحلقة مقالي ومقاله حلني لما أثبت والغربال في تأكيد المؤكد وبعضمت لسانه العلامة الكاملة ولا شيء لكن الشموع الحمراء عن محمد شريف صبري باشا وأسرار الملك عن القاطرة وآخيرا مجلاتنا اليوم ومن أربعين سنة قبل ما ندخل في محتوى النهاردة عايزين نقول لحضراتكو على قيمة المنتخب الوطني النهاردة نروف فيتوريا المدير الفني للمنتخب أعلن القيمة اللي داخل بيها المعسكر مع توقف الدوري المدرب البرتغالي أعلن القيمة اللي حيدخل بيها المعسكر في المرحلة الأولى أنتم عارفين المعسكر المرادة على مرحلتين المرحلة الأولى هتبدأ من يوم سبعة ليوم حداشر في القاهرة ثم من يوم تلاتاشر ليوم تمنتاشر دي فترة الأجندة الدولية اللي هتتخلى لها مباراة ودية للمنتخب مع بلجيكا في الكويت يوم تمنتاشر مباراة أو المرحلة التانية اللي هي من تلاتاشر لتمنتاشر هيكون فيها اللعيب الدوليين بالإضافة إلى لعبي بيراميز وفيوتشار بعد ما يكونوا انتهوا من ارتباطاتهم في الكونفيدرالية عشان كده المرحلة دي الأولى أخذ عدد كبير من لعب الأندية الأخرى برى الأهل والزمالك حتى القيمة شاملت من الأسماء اللي أنا أقول لحضراتكم عليها فيها ثمان لعيبة من النادي الأهلي خد محمد الشناوي ومحمد عواد ومحمود جاد استبعد أحمد الشناوي حارس بيراميز طبعا لأنه موجود مع فريقه خد في خط الدفاع عمر جابر الزمالك أكرم توفيق الآلي محمود متولي الآلي باهر المحمد الإسماعيل حسام عبد مجيد الزمالك محمود علاء الاتحاد حسين السيد المصري عبدالله جمعة الزمالك خد في نص الملعب حمد فتح الآلي ومروان عطية الاتحاد وإمام عشور الزمالك ومحمود حمادة فاركو ومحمد مجدي أفشا الآلي وعمر عماد السيس الزمالك وأحمد سيد زيزو الزمالك وطاهر محمد طاهر الآلي وأحمد عبدالقادر الآلي ومصطفى عبدالرقوف زيكو حارس الحدود وفي خط الهجوم مروان حمد المصري ومحمد شريف الآلي وأحمد ياسر ريان سيراميكا كيلو بطر عندك تعليق على الاختيارات؟ يعني أنا ما بحبش يعني مخصوصا في المراحل دي أنا أعلقها على الاختيارات هي طبعا فيها غرابة وكنت أتمنى أنه ما يبررش لأن أنا أدي لك الحق أنك تختار اللي أنت عايزه لكن حتبرر مبررتك مش مقنعة يعني أنت عايز تشوف ناس تانية في مركزه وقال لي هو أني مركز هو دلوقتي متقلق فين يعني بتتكلم على كريم فؤاد لأنه كان أغرب الحاجة في القيمة يعني إذا ما تاخد أفضل لاعب في المراحل الماضية في الدور المصري حتى يطلع هو أي ويعني مش مشكلة أنك ما تاخدوش أنت حر واخد بالك لكن مشكلة تبرر دي أنك أنت عايز يشوف ناس تاني طيب أنت واخد ناس محتفظة مركزة ما تشوف ناس تالت وواخد ناس ما بتلعبش أصلا ومش عارف إيه الهدف يعني تشعر أن لسه شرطه مش من دماغه بس بالآخر كده طيب هو ريفو تريد سؤال في المؤتمر من بعض الزمل الصحفيين عن استبعاد كريم وعن ظروف اختيار بعض العناصر هنشوف كارت ردوده إيه يا روش أنا مرحب كريم أنا مرحب كريم أبياش ناسوا رسميه ومدو برماش تاج كنت كجارة تتوكيار من منت باية كيف دي إيكس كجارة انها دي كريم لتنسيو بلغين كالكريم كايك سيديو يمكن الجمناس المؤثر أولين كانت وطلبت بلاحظة صعبة كان يمكن لسه إن ممكن في السكة حتى من ترير اللاعب ولكن لقد جمعته جدا في العبا أنت уже وكننا وكنت الآن أحاولتنا أننا أرادنا أن نظفي مذكرة أشعر إلى كذلك وكننا أجرينا أن نستطيع التقميم طبعا أنا أعدني جمع ذلك ولكن concerning التقميم لا يهم وقفونه يومي لأنها نocracy إذا كانه لا يتقبل الشباب وأنه يمكنك الإخدام أيضا التقميم أو التعاون على حالهم خلاص انت حر ما احنا اتفقنا اني دي شلتك وانت اللي هتشلها بس كلمة خدته لما وصقت فيه قبل ما والقالي ما كانش واثق فيه مين قالك القالي ما كانش واثق فيه يعني ما تحقق يعني احنا ما بنديش نفسنا الحق ان احنا نصادر على حقك فما يصحش انك تصادر على الاخرين هو الحقيقة انا مع المونس عدلي في حتة انه الرجل مش مطالب بالتبرير ولا التفسير يعني انت اخترت احنا بندي مدرب النادي وده اللي احنا المفروض كلنا كل الجميل حتى توصلها القناعة دي وانت بتدي مدرب النادي الحق في انه يختار اللي هو عايزه لازم النفس الحق ياخده مدرب المنتخد خاصة ان المسئولية اكبر والاختيار بقى من كل اللعيبة هو اذا كان ساب كريم فؤاد خد لعيبة عليه علامات يعني استغراب انك انت تيجي تقول عبدالله جمعة طب ما بقاله فترة ما بيلعبش راجع من اصابة بقاله فترة طويلة ايه وجهة نظره هو المسئول عنها برضو محمود متولد كويس ان هو بسرعة اثبت كفاءته اثبت وجوده خده وهكذا في بقية الاختيارات فخلينا نديله الحق في النهاية هو اللي يتحاسد لكن كريم فؤاد لازم ان يستمر على كده ولعل عدم ضمه يبدأ دافع قوي ليه انه ويستمر في تركيزه ليه تفسير وحيد عندي اه اذا ضمته في مركز الجناح هتخش فيه مقارنة مع عنده صلاح وعنده تريزيجيه حمد صلاح في الحده دي ما هو ميقم فانما انت واحده يعني لانه جوكر على العموم يعني انا مش بطالبك تاخده على الفكرة لكن احنا بنتكلم اذا كان هناك يعني تفسير انا بناخش التفسير لكن لا بناخش حقه بدليل انه واخد طاهر حتى في المركز دي يعني واخد طاهر كاجناح برغم انه طاهر توقف مطشين لكن رجع لعب المطش الاخير وهو واخده على خلفية سابقة لتقييمه فليكن لكن زي ما قلتلكه يبقى الحق للمدرب لانه هو اللي هيتحاسب في النهاية تحدي الافريقي اعلم بالمناسبة انه يوم 16 رجال ان شاء الله معادل قرعة لدور الابطال دور المجموعات شواف الابطال او في الكنفدرالية انتوا عارفين انه التصنيف حتى هو نفس التصنيف اللي كان اعلم من قبل كده المستوى الاول فيه الاهل والترجي والرجاء والوداد دول هيبقوا رؤوس المجموعات الاهل والترجي والرجاء والوداد المستوى التاني واحدة من الاربع فرق دول هيجي مع الاهل ساندونز والزمالك وحوريا كونكري وبيترو اتلتكو الانجولي واحدة من دول هتيجي في المجموعة بتاعت الاهل تصنيف التالت سيمبا التنزاني وشباب بلوزاد الجزائر وشبابة القبائل والهلال السوداني والتصنيف الرابع والأخير فيه القطن الكاميروني والمريخ السوداني وفيبرز الأغندي وفيتا كلاب الكنغولي يا رب المرة دي ما نخشش فيه وخصوصا من الناس المحترفين زي المدربين وزي الإعلامين الكبار اللي عندهم خبرات ما نخشش فيه تاني معايير التصنيف وازاي بطل الدوري ما يبقاش مش عارف ايه ونخش نفس الدائلمة ونفس الدوامة طيب النهاردة الأهلي استأنف تدريباته بعد مباراة الداخلية مبارح الجديد في التمرين أنه علي معلول اللي جاب عن المباراة وعن آخر تمرينتين رجع خف الحمد لله من نزة البرد شارك النهاردة في التمرين واللعبة قدت تدريبات استشفائية وهيواصل تدريباته خلال الأيام اللي جاية لغاية يوم الأربع بعدها هيلعب ماتش حيكون بين الفريق الأول وفريق الشباب في النادي لمزيد من التعرف على حالة بقية اللعبة وبعدها هياخد الفريق أجازة لمدة ست أيام خلال فترة التوقف الحالية بص حاجة علق على مسألة البرد دي بس مش علي علي معلول بقى على ميستر كولر لأن احنا فجينا به في المباراة وصوته في المؤتمر لا زي ما يسمونه مطجن يعني مطنن من البرد ده رجل حريص على شغله جدا وحريص أنه يصدر رسالة اللي عبته طول ما أنت قادر أدي دورك فده رسالة يعني مغلفة وغير مباشرة بتطمننا على أن الرجل ده يعني بيعمل باهتمام وبشغل وبإخلاص طيب الحلقة انتصارات الأهلي في كل الألعاب قبل ما نبدأ مباشرة حضراتكم استمتعتوا بتتويج الأهلي أو تبعتوا تتويج الأهلي تحت 19 سنة في الكرة الطيرة ببطولة القاهرة بعد ما فاز على الشمس 3-0 لكن ده كان استمرار بقى لكل الانتصارات خلال الفترة الحالية سواء في الألعاب الجماعية أو في الفردية في الألعاب الفردية تقلق البطلة الزهبية الحقيقة هنا جودة في تينس الطاولة دي حاجة البنت دي ظاهرة عمالة جوه وبره وطولات عالمية وفي مراحل سنية متعددة ربنا أحفظها يا رب ويحميها من كلام الناس ساعات كلام الناس لو صدقت وجننك فهي نتمنى أن هديه بقى اللي محتاجة لايف كوتش عشان تروح في حتة تانية خالد إنها تبع عندها من السبات الشخصية إنها تتحدى نفسها تبتدي هي بقى إيه؟ لا تقتنع بما حققته هنا جودة قفزت تحت 19 سنة للتصنيف الثالث بقى الثالث العالم تحت 19 سنة في أسبوع واحد عملت ثلاث ميداليات خدت الميدالية الزهبية اللي بطولة مصر الدولية راحت إيطاليا خدت الميدالية الزهبية اللي بطولة 17 وبطولة 19 فما شاء الله عليها إنجازاتها وأرقامها سريعة وتصنيفها بيعلق بشكل سريع بنتمنى لها كل دولة فينس الطاولة مشرفة مصر والأهل الحقيقة يعني مشرف دينا مشرف وعمر عصر وهنا جودة الثلاثة ده وبقيت جمالهم والبيلي وبقيت جمالهم واخدين تنس الطاولة في مكان محترم جدا 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 للأهل والمصر آه عالميا يعني حقيقا ألف مبروك لأبطال وبطلات تنس الطاولة لكن تبقى ضربة البداية زي ما تعودته معه مقالي ومقاله حليني أما أثبت بقى وأقول لكم الكلمة إيه إحنا المرة اللي فاتت مشينا من هنا وبدأت حكاية آخر الليل إلحق كل كاتب القيعي مفاجأة قوية في الأهل انتظروها خلال ساعة فاريخية وغلا تسعد الجماهير وانتظرها العالم العربي والعالم بقت حدوتة وتمفي الناس ما تصدقش الناف الناس مصممة يا جماعة المهندس عدلي في البرنامج ما قالش لا قال يا عم قال فين لا قال وفضلت المسألة كلها ما عرفش أنام يوميا أنا كلمتك قول مرة واحد قلتلك فيه إيه ونس كبيرة باحترمة جدا إيه المفاجأة عدلي قلتلك وده أسلوب يا أخيوانا أنا بقول الكلام الغريب ده أنا يعني فاقف طب إيه بقى حلينة بمازبت ده ما لقيت لأ لو سيد أفرين بيقول لي إيه انفي قلتلك ما أنا حنفي أنا بأتكلمك عشان أنت تنفي وحكلم جمال جبرة عشان ينفي والراجل عمل مجود كبير ونفى لكن حليني قال لي حليني يعني قلتلك فيه تشنيعة كده يعني يعني طرفة كبيرة جدا بس فيها فلسفة ديك يتقابل عليه على الحدود بين مصر وليبيا رايح فين يا عم اديك قالوا له قالوا لهم أنا لا أنا هربان أنا هربان أنا خاف على نفسي قالوا هربان من إيه قالوا بيتباحوا الجمال قال لهم الله هو أنت جمل قال لهم حليني على مسبت إن أنا ديك مش جمل التشنيعة في عمق إنك أنت ودي بقى إيه عالي وانا عالي وعلامة ترلالي العيار اللي ما يسمش يدوش هم عارفين إنه بيقولوا كلام فارغ وعارفين إنه أحيانا إنه بيبقى موسيل للسخرية والضحك وعارفين إنه وجاء في المنطق والحقائق ولكن هيسمى عند قطاع هذا القطاع حليني على ما تقنعه تشين من دماغه الأفكار دي زي الحد النهاردة الشحات بمئة وستين مليون يا عم جبتوها منين هو الدولار بكاب حسب الدولار بثلاثين جنيه وقتها كانوا متوقعين فالمشكلة إنك إنت يعني مش بقى حليني ده إنت إنت خلاص عملت الرياوة وعملت الدوشة اللي إنت عايزها وخدت عندك قطاع يحب يصدق اللي مش معقول طيب مش هتقول إيه المفاجأة بقى هقولك بينه وإنك يوعى هتوظر فادي ونبع إنت هقولك قاله يا جماعة أنا اللي عندي حسابات ونبع شخصات أنا اللي عندي حسابات على وصائل التواصل ما عنديش ما عرفش عميل إنت صورتك من وراء كل الحساب صورتي وكلامي وأنا وإنت في البرنامج وكلام كتير حلو بيتقال على لساننا وهذا الشرف لا أدعيه لأن في النص بعد الكلام الحلو حيزقه خبر بقى في إيه في الفنكوش ومش الفنكوش إحنا لا بتوع فنكوش ولا بنصرح ولا بنوعد بحاجة اللي بيخلص بيعلن بشكل رسمي فمفضلكوا يعني صدقونا مفيش حسابات مفيش إعلانات مفيش كلام من ده ده مش إسلوبنا أمش إسلوبي هي ديت القصة اللي كانت اديك على ما يثبت إنه مش جمال فينجو من الدبح قبل ما يهرب لليبيا هنطلع على فاصل وبعد الفاصل نشوف بقى الغربال فيه أهلا بحضراتكم من جديد لا إستنى إستنى بقى أنا أفتكرتها أنا أفتكرتها كنت بناخش أستاذ إبراهيم عن بعض الناس اللي ليها وزنها الإعلامي ومهما اختلفنا معاهم بس ليهم وزنهم فقال لي تعبير هايل إيه التعبير؟ تعبير واحد بس الحقه بقى قبل ما سحبه منه بيسألنا على الإعلام وإعلام التنرال اللي قلت له الناس دي بينتهجوا الغرابة الغرابة أصبحت كل ما كانت غريبا في توجهك وفكرك وأسلوب التعبير كل ما راجعت كان زمان يعلمونا في الكلية إنه ليس الخبر أن يعض الكلب إنسانا بل الخبر أن يعض الإنسان الكلب لا ما سيقول فالغرابة ما هو ده على عنصر الغرابة فأنت دلوقتي فيه ناس كتيرة في الإعلام الرياضي لو اتكلمت المنطق الطبيعي السليم محدش هيسم محدش حشاري بينه أيوة فروح بقى للمنطقة بتاعة الغرابة والاستهبال وروح بقى لل وأقول لك على حاجة أيوه أتفكرتنا بالحاجة يقول نابع عايز أسمع منك شوات حاجات كده قابلت واحد صديق عزيز مسؤول عن برنامج من البرامج اللي بتطلع اللي فيها انتهاج الغرابة لأعلى درجة يعني فبقول له إيه ده قال لي شعبان عبد الرحيم ومشيت فبقت الناس عايز اللون ده اللي هي بسمتها أنت إيه بقى دلوقتي في حالة شعبانة مع كل الاحترام شعبانة واترحهم على الفنان الشعب الراحل شعبان عبد الرحيم لكن اللون اللي أوجده شعبان عبد الرحيم بقى لون بس ارتبط به بس ده بتاعه هو إنما أنت تلاقي دلوقتي المنطق الرياضي أصابته الشعبانة هي دي المصيبة إن أنت تقول أي حاجة في الغريب قول أي حاجة في عدم المنطق قول أي حاجة في الاستغراب قول أي حاجة الناس ما تصدقهاش بس الناس لندهش وتضحك فبقت حالة الشعبانة ماسكة كتير من البرامج تسمع تلاقي ناس عمال تتكلم أولا بألفاظ لا تليخ إنها تتقال على شاشة بتستخدم منطق أساسا غريب جدا وعجيب اللي يقول لك أنا شامم واللي يقول لك أنا شايف أما أنا سيتة أقول لك في أعلمت يعني أنا شامم وبعدين بعد ما يشام يعني هو بشامم يبتدي يخش في مكابرة ويعلي على نفسه ويراهن لما حصلش حعمل إيه واللي يقول لك مش هاستقيل واللي يقول لك هاعتزل واللي هحلق شعري واللي هحلق شعري واللي مش عارف حامش بظهري حاجات كده واللي أنا هاجي ألبس فنلة الفريق التاني وأنا هلف حواليكم ويحدث شعبانة بقول لكم حالة شعبانة اتعفراتت فيها البرامج الرياضي وبعدين لما يخسر يحصل ولا حاجة ولا كأنه قال حاجة منتهى السببات منتهى السببات ايه بعدها ايه عطون هي دي الشعبانة يا جمع عشان كده شفنا كتير جدا من حالات الشعبانة الغريبة حط نهاركم في الغربان في تأكيد المؤكد جزء من الشعبانة بقى والشعبطة والشعبطة واللي تقدروا تقولوا عليها ان انت تبدأ تناقش حقائق الامور الاهلي نادي القرن تاخد عشرين سنة الناس متشعبانة في الموضوع ده تقولهم يا جماعة تبدأ انتوا الايام دي شغلين حسب التصنيف التصنيف اللي الانبية بتشارك على اساسه هو ده امتداد للتصنيف اللي الاهلي بمجابه خد نادي القرن السنة اللي فاتت فنادي القرن لا باليفطة لا خلي بالكلمة ولا ببطاقة التموين ولا بوزارة التموين عشان يعني الموضوع يعني يعيش معهم حلو ويمكن معهم حلو ابتده يقولك هو معقول انا بطل الدوري يبقى ده تصنيفي يعني ما هو عايز بايا اساس اللي بشاركين في دار العبطال ده مش عبطال ده ابراهيم هي المسألة مسألة ان انا هألفط وفصل معيار يديلي الحاجة مش بتاعتي محدش غيري هيدهوني زي انا احسن نادي في العالم يوم الاثنين وضهر اه محدش تعب يوم الاثنين وضهر اه انا اه وكسبت اللقب وعايش بيه لحد النادة ويجيبوا سيرته اما اتكلموا كسبنا احسن نادي في العالم اه يوم التلاتة اللي محدش لها فيه طيب ليه ما قللكم في تأكيد المؤكد الجديد بقى حور رعاية وشعبيت الاهلي تقول لهم لا اي حد يا جماعة هتولي دليل واحد ان الاهلي ملوش هزي القيمة السوقية العالية بصوا على ارقام حسابات الاهلي على الوسائط الاعلامية الحديثة وشوفوا ارقامها مقارنة باي نادي اخر شقيق لهم كل الاحترام بس الاهلي في حتة تانية على رأي الصديق سيف زاهر حتة تانية بعيدة اصلا يعني حتى الناس اللي قريبين منها بعيد ما حدش يصدق تلاقي النهاردة مثلا انطالع على سبيل التأكيد في المؤكد برضو تصنيف اكثر الاندية العالمية متابعة على الفيسبوك حد جاب حاجة من عنده حد جاب حاجة من عنده الاول ريال مدريد التاني ليفربول التالت برشلونة الرابع منشستر يونايتد الخامس الاهلي المصري عايزين ايه تاني؟ منشستر يونايتد بقى بس عايزين اتوقف فينا عشان الناس بتكلمش لا برشلونة ولا منشستر يونايتد بيكسابه دلوقتي ده من خلال المتابعة للحساب الرسمي للنادي الاهلي على الفيسبوك خلال هذا الشهر شهر اكتوبر فقط يعني خلال شهر اكتوبر حجم المتابعة على الصفحات الرسمية للاندية العالمية كلها على صفحاتها الرسمية وحساباتها على الفيسبوك الاهلي خامس اندية العالم في ايه؟ على الفيسبوك في المتابعة في المتابعة المتابعة يعني ايه؟ المتابعة يعني بس أن نشرح 12 مليون فاصل أربعة ما هي مكتوبة هي والريال سبعة وعشرين أنت أنت معناها أنك عدد الناس المهتمية بيك على السوشال ميديا رقم خمسة على العالم ما هي دي الشعبية هو الشعبية بتترجم في إيه بتترجم في الإحساس دي فما تيجي تقولي الراعي ديني زي زي مش عارف إيه بص يا جماعة يعني ريال مدريد عنده 27.4 27 مليون واربعة من عشر ليفربول عنده 23 مليون برشلونة عنده 18 مليون أو 19 وثمانة من عشر ومنشستر يونايتد عنده 18 وثمانة من عشر والنادي الأهلي 12 وربعة من عشر خطه في الاعتبار حاجة منشستر يونايتد أو ريال مدريد بالأحرى له جمهور في كل أنحاء العالم حتى في مصر له خصوة جماهرية شديدة ومتحدثي اللغة والعمل اللغة طبعا فارع معهم كتير فأن أنت بلغتك العربية بحضورك المصري والعربي والأفريقي هي ده الحيز الخصب بتاعك ويكون لك هذا الترتيب بين أعلى خمس أندية في العالم متابعة ده كلام له قيمة كبيرة جدا ده كلام بيأكد المؤكد هو ده اللي على أساسه بتتحسب القيم التسوقية وحقوق الرعاية والبس بسيطة جدا ومختصرة جدا يجي مثلا عشان تبقى برضو الدنيا واضحة الراعي اللي جاي يحط إعلاناته على النادي الأهلي على الفنلة على الظاهرة على الشرط يرتبط بالأهلي بأي شكل من أشكال الإعلان يهموا أنه يحطوا في مكان الناس هتشوفوا أكتر له تأثير أكتر له حجم انتشار أعلى له قيمة في السوق أكتر إحنا للأسف للأسف بقنا بنقش المنطق البديه الصحية في ظل حالة الشعبان اللي أنا بقول لكم عليها في الإعلام السعودي الحياة في التلفزيون السعودي في برنامج أكشن وليد مع الإعلام الكبير وليد الفراج أثار هذه القضية ورد المحلل الرياضي غرم العمري في رأيه فيه حق مشكلة الرعاية في مصر إيه الخناء اللي حصلة والناس اللي بتدعي خدوا بالكم الإعلام السعودي الشقيق بناقش المنطق المصر التائي عجب تأخذ تقرأ السؤال وتقرأ الإجابة يعني إقمع ليش هو سطرين طب هنسمع وليد الفراج هو بيسأل هتسمعه نسأل نشوف وليد الفراج هو بيسأل غرم العمري أبو خالد استاذ غرم يعني واضح من العنوين نادي الزمالك يشكو اللوبي الأحمر سبحان الله كل بلد فيها نادي يشكو من اللوبي الألوان تصير زرقة ساعات حمرة ساعات تصير صفرة خضرة المهم الزمالك يقول أنه معقول أنه أخذ ثلاثين مليون رعايات ونادي الأهلي يأخذ مليار جنيه مصري أنت شايف أنه الأرقام ذي منطقية يعني هل هناك فوارق حقيقية بين الناديين بين قطبين الكرة المصرية في عملية الرعايات يعني التصريحات تتحدث أنه لازم تصير فيها عدالة توزيعها بالتساوي على الأقل أي بس يبو بدر الرعايات هذه من اللي إجابها هل الرعايات هذه مثلا الحكومة هي اللي وزعت الرعايات على الألوان لا قطع خاص هنا تقول في ظلم على الزمال هذا قطع خاص القطع خاص يروح دائما للأكثر شعبية للأكثر تأثير لللي راح يستفيد من الرعايات بالنسبة له في الأول والأخير هذا عمل الإدارة فأنت ليجي لا تعاتب عاتب عملك وعاتب إدارتك إذا كان نادي الزمالك فأنت تعاتب عملك وإدارة التسويق عندك والمسؤولين عندك هل قاموا بدورهم كامل وبالعكس إذا كان الأهلي حقك رعايات كبيرة وحقك أرقام فهذا عملهم وهذا شغلهم وفي الأول والأخير أنا كشركة راعية لن أتجه إلا للنادي اللي فعلا هيعمل لي إضافة نادي عنده شعبية كبيرة وببطولاته بالتأثير في الوسط الرياضي بشكل عام سواء في المصري أو في دولة أخرى في دائما الشركات يبدر تروح لأكثر تأثير أنا أدفع له فلوس وأدفع له رعاية لأكثر تأثير هو نفس المادة انتهج سياسة تعلي ونعلي وإعلام الترلالي يا أستاذ إبراهيم انتهج منهج الغرابة افضل اتناقش في البديهيات اللي العالم كله يبقى محتار يقليعك إزاي طب ما تسألش السؤال ده لأنه عيب تسأله عيب تسأله عيب تسأله مش كويس هتحقك فيترد بالبساطة دي كل واحد يرد الأستاذ شبان أرد عليه بالبساطة دي ما حدش بيتبرع ولا بيرمي فلوسه خاصة أن رجال الأعمال الزمالكوية موجودين وثقل وكثر يقدروا بوساطة شديدة بدأ ما تقول هنعتبر يا سيد الأهراب كان متحيز للآن ما انت عندك مئة جهة تتحيز لك انت عارف يا أستاذ إبراهيم ان مين الشركة اللي كان عندها أكبر احتكار للأودورز في الإعلانات شركة الجمهورية الجمهورية فيه فصال ان هي يعني من أهم أستاذ ناصر سليم كانت معقل الإعلام الزمالكاو ها ها طيب ما من باب حتى التنافس ما نفستش لأهرام في الحتة دي ما فيش يعني لو الناس عايزة تروح للأرقام وتروح للمنطق وتروح للحقيقة سهلة لكن الحقيقة أحياناً تتعبك أحياناً تخشى مواجهة الحقيقة بص يا جماعة أنا ذكر برضو التسويق والأهرام الأهرام خرج من رعاية النادي الأهلي من تقريباً 2014 يعني بنتكلم في حوالي تسع سنين تسع سنين يمكن آخر عقد ما عرفش يمكن يكون وصل كان 200 مليون ولا لا كان 150 150 مليون علشان بس التشنيعة القديمة قوي دي تديش معها يعني حان الوقت إن الناس تتخلص منها وتضحك عليها وتزخر منها لأنه الأهرام بعد ما مشي جت في مجلس المهندس محمود طاهر جت شركة صلة السعودية مشت شركة صلة مع بداية مجلس الكابت محمود الخطيب في الدورة الأولى جت بريزنتيشن بعد بريزنتيشن جت استداد كل الشركات الوطنية وحتى الشركة السعودية كل دول ودلوقت المتحدة كمسوق كل دول يا جماعة قيم الأهل التسويقية في حقوق الرعاية تضعف أضعاف كتيرة عما كانت أيام الأهرام ويقول لك الأهرام يا عم الأهرام الكلام ده فاتح عليك عشر سنين أنت النهاردة الأهرام ما كانش بيديك وكان بيدي الأهل طب أنت النهاردة إيه الوضع لحد بيديك ولا حد بيدي الأهل هي دي اللي بيدي الأهل قيمة الأهل طب بس برضو يعني ما أنا وإنه معيب إنما حنقول الأهرام بياخد حق رعاية الأهل يعمل في إيه يبيعوا للمعلنين يبيعوا المين للشركات المعلنين للمعلنين لما لقاش شركات المعلنين هو عايز يجاملني كويس حيعرف لو عايز يجاملني حيعرف يبيع الحق اللي مجاملني فيه للشركات تاخدوا منه ده عايز بقى يحط مبلغ الأرباح عليه ويبيعوا فإذا كان هم جاملني وهيضيف ربحه مين اللي حياخدوا منه ده هو كان الأهرام حريص على إنه ياخد رعاية الأهل إنه بيحها قبل ما يشتريها لأنه بيكسب من وراء الأهل وبيكسب من وراء الزمان وبيكسب من وراء الإسماعيل بيكسب من وراء كل الأندية اللي بيرعاها وفقاً لحجمها لا أنا بكلم على الأرقام مش حايديني الأرقام دي لو حيخسر معايا طبعاً من حيشتريها ومع هذا خرج الأهرام من سوق رعاية الأندية من 9 سنين شفوا أرقام الأهل وصلت لفين شفوا النمو اللي بيحصل وتعظيم موارد الأهل من حقوق الرعاية وصلت فيه هي دي الفكرة هو ده تأكيد المؤكد اللحنة للأسف مضطرين نناقش بديهيات الأخوة في الإعلام السعودي يعني وهم بيتكلموا قال لك يا جماعة ده قطاع خاص حتى غرم العمري ناقد الرياض السعودي بيقول لي ولدي الفراج ده قطاع خاص وفي شركات بتدي النادي بنجيبها أنا جاي أحط إعلان عندك لو أنت مش المكان المناسب اللي هيحقق الانتشار للسلعة بتاعتي كمعلد ومش هيكون لها التأثير في السوق ومش هترتبط بمكان له هذه القيمة مش هتفع فلوس هتفع فلوس ليه فعشان كده يجي حد يطلع وقول لك احنا ازاي بناخد كذا والأهلي بياخد كذا محدش بيدي الأهلي في المسلسلات في رمضان ممكن أنت تبقى صارف على مسلسل 50 مليون جنيه ويدي مسلسل يصرف عليه 20 مليون جنيه ويبقى هو ده رقم واحد في الشاشة يسمع تبقى الديئة بتاعت البرنامج ده أعلى حاجة أعلى حاجة ما حدش بيقولش معنا لأن المعلن عايز يحط في البرنامج ده في المسلسل ده في التوقيت ده بيسموه البريميوم اللي هو المميز فاحنا بنشرح ونحن نعلم ان احنا بنشرح لناس فهمة بس بتنتهج الغرابة بتتشعبر تبقى تتشعبر طيب الأستاذ حسن بمستكاوي كمان كتف شروه مقالتين وراء بعض عن ظاهرة أقرب لكده يعني تحدث في الأولى عن تسويق الأهل والزمالك وقال أن أنا قبل سنوات لما طرحت مقال كيف نبيع الأهل والزمالك الدنيا قامت ومحدش هدي باعتباره باعتباره أن الاتنين زي قناع توت عن خمون والأهرامات أشياء لا تباع وبيتكلم على التطور اللي حصل في الاستثمار الرياضي اللي خلى الأندية تطرح نفسها في السوق للبيع وتكلم كمان الأستاذ حسن مستكاوي بعد كده على ماذا لو اختفى الأهل والزمالك وبيقول أنه ده كان مضمون تأرير لقناة أبو ظبي الرياضية في تغطيتها لمباراة السوبر بين الأهل والزمالك في العين وطرح السؤال على مجموعة من الجماهير الناديين وتروحت الإجابات بين نعم استنكارية ومستحيل واقعية ويريت كأمنية وقال كان التقرير خفيفا يبدو مثل كأمنية ويريت كأمنية وكان التقرير خفيفا يبدو مثل الفانتازيا بما فيها من وهم أو خيال بيقول لكن ماذا يحدث بالفعل لو لم يكن هناك أهل والزمالك في الكرة المصرية طبعا مستعرض إسهام الناديين في تاريخ الكرة المصرية دور الأهل والزمالك في الحركة الرياضية عمتا القطبية الرياضية ظاهرة الأهل والزمالك موجودة في كل بقاع الأرض وبيقول حسن من سكاوي وقد كتب ذات مرة صحف السياسي الكبير صلاح حافظ رئيس تحرير روزا ليوشف أنزاك عن الأهل والزمالك مقالا مطولا وقال في جمهير الكرة في مصر وفي خارج مصر تميل دائما إلى اقتصار المنافسة بين قطبين وتكره أن يكون بين أقطاب متعددة وليست هذه حقيقة مصرية وإنما عالمية في جميع صورها لا يبلغ قمة الإثارة إلا عندما يكون بين طرفين ويحدث ذلك في مباريات الملاكمة أيضا أو التنس فسحر المباريات يكمن في أنها تجري بين طرفين لا بين أطراف عدة إذن والكلام لحسن مستكاوي دراما الأهل والزمالك من صنع الجمهور لا من صنع الناديين هؤلاء المتفرجون لا يلعبون أصلا لكنهم يدفعون لكي يلعب الأهل والزمالك وهم جلسون ولكي يتهيأ لهم مناسبة ساخنة يلهثون فيها دون أن يتحركوا الأهل والزمالك دراما من صنع المتفرجين فهم الذين يستمتعون بها وهم الذين يختارون القطبين المتصارعين فيها لو لم يكن هناك أهل وزمالك لاخترع الناس طرفين على نفس القدر من القوة لكي يصبح ظاهرة تجسد القطبية وهي ظاهرة كونية لمن يفكر ولمن يتأمل الجملة الأخريب يلخصوا كل حاجة الناس عايزة الصراع ده الصراع قطبي ويختزنوا في اتنين ليه أسهد ما أنك تقول دا ولا دا أسهد دول ولا دول ولا دا ولا دهم دوكهم يعني سهلة أنك أنت تتحذب لكيان يواجه كيان مش هيبقى لو زمك هيبقى سين وصاد وقت بالك لكن هيبقى الظاهرة موجودة هي ظاهرة أي فما بالك بقى لو سين وصدر كل واحد بنكهته وبطعمه وبعرقته وبتاريخه وبقيمه وبتقاليده اللي بالإضافة إلى صراع الكرة بتدي صراع قيمي بتدي للبيوت نهج أنا 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 يعني يعني ساعة أركب كده مش عايزة سوق بيقعم حظي معه نمازج رياضية بعضها أهلاوي بعضها زملكاوي لكن بيتملي الحديث عن تأثير الأهلي وزمالك في البيت مسألة أنك أنت وده اللي بيخليني أحيانا مهموم جدا وقد يبدو بشكل مبالغ فيه بتأثير أن أنا أتمسك بشكل محترم وقيمي وتقاليد وأدي قدوة لإني مؤثر في البيوت فمسألة أهلي وزمالك لا مطلوبة ومطلوبة مش مطلوبة هي موجودة على رأي الأستاذ حسن في العالم كله اي وده يخلينا يا جماعة حتى وإحنا بنتكلم على حقوق الرعاية والقيم التسويقية لناديين كبار لقطة زي كده في العين والملعب مليان أهل وزمالك والجماهير الحمراء والجماهير البيضاء مليان للأستاذ والأشقاء العرب يعني مندهشين من اللقطة والمشهد والحماس المصري ده جت لقطات على مدرج الزمالك بعد الماتش المفروض أن الناس متضايقة فيه موجود فصي مصحابهم الأهلوية الأهلوية وقاعدين فيه سلام خرجنا إحنا يا أستاذ إبراهيم أنا قلت لك هذا الكلام خرجنا من الأستاذ كمجلس إدارة في وسط دول ودول في وسط دول ودول 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 وقفين يكلموا معنا ويصوروا معنا طيب العلاقة دي يا جماعة أو الظاهرة اللي بيتكلم عليها حسن ومستكاوي إزاي يتم الحفاظ عليه المؤكد أما الزمالك بيشد حلو بيستنفر الأهلي الأهلي لو فضل يكسب لوحده على طول ممكن يحصل حالة استرخاء لما الزمالك بيشد أي منافس المنافس بتاعك هو اللي بيستنفرك هو اللي بيستفزك هو اللي بيحركك هو اللي بيخلق عندك الدوافع للإيجادة ليه دا ما يتوظفش في الإطار الصحيح النادي الأهلي والحمد لله كلكم تابعين وكلكم شايفين حريص أشد الحرص على الاحترام في كل ما يصدر عنه مش مع الزمالك بس مع كل الأندية اللي بتتنافس أو الشقيقة اللي موجودة ما بيحصلش غلط ولا تجاوز في حق أحد وما بيطلبش إلا نفس القدر من المعاملة المحترمة لأنك انت في الأول وفي الآخر زي ما المهندس عادل بيقول انت بتأثر في البيوت انت بتأثر في سلوك الشباب انت بتأثر في تكوين ثقافة طفل انت بتأثر حتى في تصرفات الناس اللي في الشارع منهج التفكير يا أستاذ براهيم إن أنا روح إن أنا يبقى خلاص تاهتوا لناها انكر وقلب الحقيقة وارتاح وعل صوتك وارتاح يعني زي اللي ايه يعني بيحصل كتير انت تعبال روح الدكتور أنا زي البوم يا عم بلاش مكابرة دي جالطة روح لدكتور دي جالطة ليه يعني ليه المكابرة في ناس يعني عدم الاعتراف بحالتك وبواقعك يؤدي إلى الإضرار بيك يعني مفيش أعظم علاج للمشاكل هي مواجهة المشاكل وانك تراها بالضبط طيب برضو على ذكر أهمية ما يصدر من تصرفات لعب الكرة ونجوم الكرة وتأثيرهم على السلوك العام مقالة في غاية العمق الحقيقة كتبها الكاتب الصحف الموهوب والروائي الصديق حمد عبد الرحيم كتبها في صوت الأمة وهتغربوا الربط شوية لأنه كاتب المزاح بين زويل وعبد القادر شوفوا لما كاتب يحط أحمد زويل ونجيب محفوظ وأحمد عبد القادر أحمد عبد القادر لعب الأهلي تخيلوا إيه الميكس ده بقى وتخيل المزاح بينهم أيها هقولكم مقدمة حمد عبد الرحيم في المقالة المهمة الحقيقة المزاح مع غير أهله مضر المزاح مع غير أهله مضر وقد يؤدي لأمور لا تحمد عقبها ومعناها ضرورة بل حتمية احترام ثقافة الآخر فما تظنه أنت مجرد مزاح هو عند الآخر تهديد وبيقول الحمد عبد الرحيم إنهم الحظ تحظ المكتبة العربية إنه العالم الكبير الراحل الدكتور أحمد زويل كان كتب مذكراته وطلعت مذكراته فيه كتاب مهم صدر عن دار الشروق في 2005 بعنوان عصر العلم بيقول حمدي الكتاب بتاع زويل طبع عشر طبعات كتب المقدمة بتاعته الأديب العالم الكبير أديب نوبل نجيب محفوظ وشوفه بقى نوبل مع بعضين نوبل دول ولاد نوبل بقى لما نجيب محفوظ يقدم كتاب عصر العلم لأحمد زويل وبيقول حمدي عبد الرحيم إن الكتاب في غاية الروعة للشباب اللي طموحين إنهم ياخدوا مسلك العلم أو يبدأوا يتأثروا بتجربة ونموذج الدكتور أحمد زويل وإزاي يقدر ينجح وإزاي يقدر يتخطى العقبات اللي ممكن تواجهوا في حياته إنما بيقول إنه في الكتاب نفسه كتاب عصر العلم سؤل أحمد زويل عن المواقف الغريبة اللي مر بيها فقال إن أنا كنت بمزح مع أحد الزملاء عنده الأمريكان فبيقول له ما عرفش إيه لا تعمل كده لا قتلك فبيقول الدكتور زويل أنا بقولي الكلمة اللي أنا بقولها في مصر كل واحد وكلنا بنقولها البعض في كل لحظة امشي لموتك امشي بيد عني لحسن أموتك فاسمع الكلام لحسن أقتلك فقال الرجل أنا بمزح أنا بهزر التاني خدها بجد وفقا لثقافته ثقافته ما فيهاش التهديد بالقاتل كهزار فبيقول من وقتها الرجل لو ثقافته إنك عربي وإنك كنتم مش عارف إيه بزبط عنده الصورة الزهنية بتاعت العربي ده إنه لا ده حد خد كلامه ما أحمل الجد التال قتلة فخده كلامه وجد لأنه ده ما فيهاش هزار فبيقول موقف الرجل ومعاملته معايا تغيرت من اللحظة بتاعت الهزار دي وبقى يا الرجل حذر جدا في التعامل معايا أنا ممكن نتوقف هنا لأنك فكرتني بحاجة مويمة جدا أحد علماء التربية ودي أنا سمعتها يعني سمعتها وهي تقال على لسأله أو هو بيقولها كان بينصح الهالي أوعى تتصور إن كل كلمة بتقولها لطفلك مش عيشة معاها أوعى تكذب ولا على سبيل المزاح أيوة ما تقولوش اعمل كذا عشان اعمل كذا بعدين يعمل كذا وأنت ما تعملش كذا لأنه مش حيصدقك بعد كده ما تقولوش مثلا أوعى تعمل كذا لموتك فإذا عمل كذا لازم تموته لأنك لما موتوش مش حيصدقك هو طبعا بيقولها في قالب المبالغة دي بمناسبة الكلمة التهديد الغزار لا دي الثقافة عالم تربية غربي بيصلوا إلى الجملة بمعناها بحزفيره هتأثر فيه مش بإسقطاتك هو ملوش دعب إنك أنت تقصد أي إنما أنت المتلق حيخدها إزاي ولما يكون المتلقي ده طفل لو تعود منك اعمل لما وقتك وما تعملش بقى حيستهين بيك بالظبط ما أنت أكتر حاجة هتعمل فيه تموته مش حيات منك إذن مسألة ولذلك أنا دايما أتكلم يعني ساعت أبالغ في حيثة كره للكد إن أنا أقول ما فيش حاجة اسمها كدبا بيضة آه طبعا طبعا يعني وأحيانا يتقال لك الكدب لا بيضة إلا هو بتتفادف به مشكلة بس في الآخر أنت ما قلتش الحقيقة وربما لو قلت الحقيقة كنت أنقصت الموقف بالظبط بدل من أنت يمكن عدم ذكرك الحقيقة يعقد موقف أنت نيتك طيبة يعني أحيانا مواجهة الحقيقة هو اللي حلها مش انكرها فالكلام ده مهم كامل لأن المقالة دي يا جماعة قصوها واهتموا به طيب بيقول حمد عبد الرحيم بعد كل الموقف بتاع الزويل اللي كاتبه في كتاب عصر العلم بيقول لكن مع علاقة لعب كرة القدم أحمد عبدالقادر بكل ما سبق بيقول عبدالقادر سجل هدفا لفريقه في مباراته مع فريق الانتحاد المنستيري التونسي فقام بالاحتفال بهدفه بطريقة أثارت لغطا وزادت من حدة احتقان الشارع الكروي الذي لا ينقصه الاحتقان والتحذب غير الرياضي لقد أغمض عبدالقادر عينيه وأشار إلى وريد يده اليمنى بأصابع يده اليسرى كأنه يحقن نفسه هنا قال بعضهم إن اللعب يشجع على تعاطل حقن المخدرة وقال أخرون بل هو يعاير أحدهم من المنافسين وقال فريق ثالث هو يقلد احتفالا يقوم لعب كرة سلة أمريكي معناه أن أعصابي محؤونة بالتلج وأنا لا أتأثر بالضغوط وعندما زادت حدة اللغط تدخل الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة المخدرات وعلاج الإدمان ليقول أحمد عبدالقادر من اللعبين المميزين وقدوة للجميع لكن للأسف احتفاله بالهدف جاء غير موفق على الإطلاق وقال أن أنا أتمنى عدم تكرار هذا الاحتفال في الملاعب المصرية مرة أخرى لأن هذا الشكل له تأثير سلبي على مرضى الإدمان بيقول الحمد عبدالرحيم القصة شرحها زويل ولكنها لم تصل لعبدالقادر فلا أطمع أن يقرأ عبدالقادر كتاب زويل ولكن أطمع في أن يتولى بعضهم إدارة تلك المواهب ولو بالنصح لكي لا تفعل ببراء ما يؤخذ عليها فقد سبق لنجم الزمالك والمنتخب الوطن جمال عبدالحميد أن احتفل راسما علامة دينية فكتب أحد النقاد الكبار وأظنه الكبير نجيب المستكاوي مقالا أتذكر عنوانه جمال ماردونة ونصح جمال بعدم تكرار تلقى الطريقة في الاحتفال فلم يفعلها جمال مرة ثانية وهناك نجم الآل والمنتخب الوطني هاني رمزي الذي عندما كان لعبا في ألمانيا أشار للجمهور إشارة ظنها هو إشارة تحية بينما فهمها الألمان على أنها تحية نازية فقامت الدنيا ولم تاخذ ده عملته مشكلة ده جدا ولولا مسارعة النجم المصري بإثبات حسن نياته لتم عقابه وفق القانون الألمان الذي يجرم النازية بيختم حمد عبد الرحيم مقالاته المهمة احترام الآخر والتعايش معه أمر حسن لكن الأحسن أن يعبر كل منا عن بيئاته وعن ثقافاته حتى وهو يحتفل بهدف في مباراة كرة قدم أحلى نصيحة هو أنا ليه بروح أستورد احتفالي من برة هو أنا معديش مية طريقة أحتفل ما احنا كمان هس ويعمل كده ويعمل كده ويعمل كده طريقة الاحتفالات دي يا أستاذ إبراهيم لا دي رسالة سيفزازية بصراح مع أن صاحبك وصديقك وصديقي إلا أنا أحترمه وأراه قدوة في كل شيء قدوة في الإدارة قدوة في احترام الزيت أنا أتحدث عن الرياضة وهو كان بيلعب كان يحتفل لزام يجيب جوه محمد رمضان بهدوء شديد جد يبتسم ويعمل كده تقول له يا أخي إيه البروض دا يقول لك الفروض مهمته يجيب جوه في صدق مفيش افتعال مفيش مبالغة يعمل كده خلاصنا لا يا سيدي أنت فرحان شوية ها إيه يعمل كده يعني إنما بعد نسل رمضان دا وبور تالج مش حقا تالج دا وبور تالج دا وبور تالج طرق احتفال محدش يقدر يعني يقول إنها أو يخدها في حتة تانية آه يعني التنط تعمل كده واللي يعمل لك طيارة ماشي ما هديه سخفتك أنت إنما متقليتش حاجات برا ممكن تتفهم عندك غلط والعكس طيب برضو في المقالات المهمة الصديق العزيز ردوان الزياتي في الجمهورية مقالته روح الفانيلا ولون الفانيلا وبقول فارق كبير بين لون الفانيلا وروح الفانيلا هذا الفارق هو الذي حسم الصوبر المحلي لصالح الأهل الذي ركز على روح الفانيلا الحمراء كعادته في المناسبات الكبرى كرة القدم يا سادة في العالم كله أصبحت علما وصناعة لم أرى في الدور الإنجليزي أو الأسباني أو الألماني أن فريقا قام بتغيير لون فانيلا الأساسية والتاريخية لمجرد أنه يتفائل بلون معين كسب به ذات مرة منافسية لم يحدث أن ريال مدريد مثلا تخلى عن لون فانيلا البيضاء من برشلونة بل أن كل الفرق تتمسك بل وتفخر بألوان فانيلا ولا تنتنازل عنه إلا في الضرورة القصوى وفي حالة اللعب على ملعب المنافس خاصة إذا كانت فانيلا المنافس من نفس اللون أو لون متقارب أعتقد أن هزيمة الزمالك أمام الأهل بالفانيلا الزرقاء يجب أن يجعله أكثر تمسكا بفانيلا التقليدية البيضاء ومخطن حمر بعد أن فقد الأزرق مفعوله السحري هو يعني مسألة رمزية يعني مسألة أن زمالك عايز يليعب باللون ده هو حقه أي لون بالظبط بيرتاح باللون والله هبتدي له الحق ده لا وده حقه لكن الرمز هنا هو الأستاذ رضوان يشير إلى الرمز أنك أنت رمز أن اللون ده بيديلك طاقة بيزود من قناعاتك بقدرتك على الفوز أو بي وهو مش عايزك تعيش الحالة دي لأنه هو مش أستاذ رضوان بقى مش مقتنع أو ما سألت أن اللون حيفرق لكن إذا كان ده بيرايح فرق ما تعملها دون يعني رمزية الربض بتاعت الأستاذ رضوان أنا فهمها ما توصلش الناس لقناعة بحاجات مش هي المؤسرة حقيقتا المؤسرة حقيقتا اللي يقتك البدنية مدى حماسك شو لك مدى رغبتك للفوز مدى طفيقك في الآخر الضبط أنت ممكن تبقى مش موفق ولو ده مك موفق لكن لو إحنا اختزلنا المسائل في لون فانيلا أو في طريق احتفال يعني زي مقول تاهت والإناء كان ما كانش عض غلب يعني ده كان مقال مهم جدا للرضوان الزياتي في الجمهورية هنطلع لفاصل بعد الفاصل هنشوف مين بقى يتنسك من عضل اتسان أهلا بحضراتكم الجديد ما تخافش على الأهلي طول ما الأهلي حتى وهو في قمة تألقه وتواهجه عارف حقيقة المكان اللي هو موجود فيه ومدرك خطورة الأبعاد اللي حواليه عشان كده كان فيه كلام كتير ب بعض متلسانه العلامة الكاملة لا شيء ولا حاجة ولا تسوى ولا تلزم ولا تعني أي شيء حصول الأهلي على تلت نقاط أو تلت مباريات تسع نقاط في التلت مطشاط العلامة الكاملة أو تكونوا فاكرين أن دية تعني أي حاجة غير مجرد بداية مجرد بداية يمكن البناء عليها يجب الاستفادة منها ويجب الحظر الشديد من تسرب أي معنى للاطمئنان نتجتها المبالغة في تقدير الأمور سلبا أو إيجابا أفن وعاني مكلف ومكلف جدا ليه بقى؟ لأن هو الطبيعي أنك جاء مدرب الحمد لله أنك تتوسم فيه حيبقى راجل كويس وكويس دي ليعا معايير مختلفة طبيعي طبيعي أنك تشاهد منه أفكار جديدة لما تشوف أفكاره الجديدة دي نجحة بيدي لك مؤشر مؤشر أيوة اطمئنان لكن اللي يدي لك أحكام الاستمرارية في أي شيء بالضبط ولذلك إحنا مش عايزين لا نحكم على سلبا أو إيجابا نفس الكلام افرد فيه إخفاق بسواء عنده فكر لسه ما تبلورش أو لم يوفق فيه تنفيذه اللعيبة لحد الوقت إحنا كل اللي بيراحنا بيقول إيه إن إحنا كنا قلقانين جدا من بعض الحاجات خدنا أسباب يعني الجملة دي احتفي بالجملة دي إن كريم بيوصل للخط ويرجع كرة الوراء لأن من اللي اسماعيل اتعاملت وتاني اتعاملت إذن هذه زهنية وهذا أسلوب يروح المهاجم ما أخر نفسه خطوة خطوتين يتخلص من المداشرة إذن فيه شيء مدروس بيتعاملت ويتكرر إذا تكررت أكتر من كده بقى أسلوب لعب بقى بقى خلاص هو ده اللي انت طالبه وطالبه من اللعيبة يعني محمد شريف محمد شريف قيمته إيه في تحركه وإنه بيلعب الكرة من لمسة واحد طيب الكرة دي بتقول إيه إن الكريم في وقت بيشوت بيمينه وبشوت بشماله كويس حل حل لكن مش معنى كده إن أنا هحطه في مكانة أسطورية غير قابلة للخدش ولو صدقها يبقى احنا بنأذيه زي الكرة دي معلش أكرر ما تزعلش مني لا يعني يعني عدى منك اللعيب ثلاث أخطار عدى اللعيب هو ما تبعت أطمئن ما تحتش الملعب وقف ليه فحرقت الوفصايد وقف ليه كان يجب أن يستمر في الضغط عشان ما يدونوش الريحية في إنه يلعب ويكشف الوفصايد هل ده معناه إن أكرم لا أكرم أحسن واحد في البوزيش ونضف مات طبعا أكرم ضف حتة هيلة جدا جدا لأنه راجل جد جدا وعظيم جدا لكن لحظة لحظة بالزبط يشرط فيها نقوله تتعلم منها أه تتعلم عشان تبلغ مستوى أه دي بيمينه أه كريم فؤاد أه أنت بتفضل تعمل كده للناس أنت بتبغيتهم بمهارات مش متوقعينها منك كله يشتغل عليك بعد كده إنما دلوقتي الخطر كله هداية عليك آه إيه تشيله عن الرجل ده بالظبط هنا بقى يبان عبقريتك الصعوبة هتزيد أو شطرتك أو مهارتك أو زكاءك بالظبط أو كفاءتك هتعدل نفسك إزاي عشان تعمل كده بالظبط نفس الكلام كنا بنقوله أحمد عبدالقاد أحمد يمتلك مهارات يتمنها أي حد أي ويمتلك شخصية يعني يعني واثق في نفسه أي يتمنها أي حد ولكن ينقصه القرار إن يوظف الحاجتين دور بالطريقة اللي تنقله في حتة ربما يروح بعيد قوي لو قدر يوظف المهارات دي ويسيطر عليها إنه يتطور لصالح ويتطور لصالح نفسه يعني أنا عايز كريم يتحدى كريم عايز أحمد عبدالقادر يتحدى أحمد عبدالقادر عايز محمد عبدالمنعب يتحدى محمد عبدالمنعب ما يتحدىش حد تاني لأنهم وصلين لمكانهم قدرات عالية جدا للتلاتة دول طيب إيه اللي تطورهم يتحدوا أنفسهم عايزة زيد عايزة تحسن جعان عايزة أبقى أحسن عايزة أبقى أحسن عايزة أبقى أحسن إيه أسمع أشوف الناس بتقول على سلبياتي إيه وعزم إيجابياتي وأكون جاهز باستمرار إن أنا بدنياً أنافذ الحاجات اللي في دماغي إن أنا ما زعلش من الكلمة تتقالي كناخ لإني بستمتع بالمديح أحياناً إن الناخ يبقى فيه تحامل وأنا معاك لكن أنت كمان لازم توصل إن تتجاوز ده هي دي بقى الحاجات اللي تقدر تقول عندنا لعيبة كيلة أو تروح في حتة بعيدة عندنا شباب حلو جداً عندنا أمكانات كويسة عندنا راجل بيفهم وبيشوف نستنى منه المزيد طيب الحقيقة مع العلامة الكاملة يمكن النتائج أو الملاحظات الإيجابية الكويسة جداً إن الناس أدركت لما لعيبة خادت فرصة للراحة ظهر إن ده أفضل قرارة عمل وأقوى صفقة عملت للآله مرسيل كولور وإيراحة اللعين ودي الصراحة إنك تواجه مشكلة دي النقطة اللي بيقولك عليها واجه المشكلة إحنا كان ممكن نقعد وهي حقيقة إن فيه تحامل تحكيني علينا فيه تحكم تحامل إعلامي علينا فيه لكن فيه تحامل إداري يرهقك لكن فيه أسباب عندك لكن فيه أسباب عندك اشتغلنا أنت تملكها اشتغلنا عليها وكنا صادقين بس يطلع القرار وقتها من لجنة التخطيط أو من الكابتن الخطيب بإيه راحة الفريق الناس تكلمت هنضح بالولاد الصغيرين عشر مطشات كاملين أو أكتر طب هتفقد المركز التاني طب هدور الأبطال طب الدنيا مهددة كلام كتير تقال كانت نتيجة إيه التمن يسوى إن أنت النهاردة اللعيبة اللي أنت رجعت تستغلهم بقوا أفضل للصفقات اللي ما كنتش هتقدر تجيب لا أحسن من كريم فؤاد ولا أحسن من أكرم توفيق ولا أفضل من السلية ولا أحسن من حمد فاتحي ولا حد زي أفشا ولا محمود متولي ولا محمد عبد المنعي ولا زعلي معلوم ولا محمد شريف ولا أفشا كل العناصر اللي كانت نهاية الموسم اللي فات وجدت جدا نمشي حاكمين أنتوا الأيام دي كل ما تسمع على كسرة عدد للإصابات في نادي الزمالك أو الأداء يطلع الرجل جزفالدو في ريرب بتصرحات برضو في الغرابة في انتهاج الغرابة يقولك عندنا إرهاق عندنا إجهاد الزمالك لعب زيادة على الأهلي مباراتين اتنين مع بطل تشاد الآلي قاعد ثلاث سنين يلعب فينال أفريقيا واربعة وهو مش تعبر المبارات والدية ودي عداد يعني أنت انت استفدت كمان لا يعني أنت جيت في المرحلة الحاسمة جهزتك بدري أنت قابلت المنستيري هو أقوى فرقة بدايتك المنستيري هو واجه برضو فرقة يعني يعني أنت الآلي كان يتمنى مطشين الخفافزة كده يستعيد بيه فشوفوا النتيجة أن أنت تستفيد باللعبة قدية شوفوا النتيجة أن أنت اللعبة نفسها لما ربنا وفعك لمدرب في كفاءة مرسيل كولر فالرجل يغير قدرات اللعبة أو يوظف اللعبة في أماكن هو شايف أنه ممكن تكون أحسن كريم فؤاد في الجناع حاجة ما شاء الله السرعة والرشاقة والمرونة والمروغة والسنسة حتى على الجون كلها مقاومات جناح مهاجم مش باكرايت هو ده كان التوظيف السليم جدا ليه زي محمود متولي برضو الراجل يعني الإصابات عطلته أخرته في الظهور كان ممكن جدا لكنه متولي وكريم رسالة لكل اللعيبة رسالة لكل اللعيبة اللي تيأس اللي تقمط لازم أن تاخد النموذج ده عندها كان زمان في السبعينات والستينات كنا نرى أن المداربين بينقل المهاجم يبقى مدافع فلقينا الكابتن هاني مصطفى من وينج رايت لواحد من الاستفرات العظيمة جدا الكابتن ميمي الشربيني من وينج سريع جدا إلى لبرو ما حصلش والله رحمه محمدين نفس القصة حاجة غريبة وينج ويرجع مدافع قوي لكن حصلت حتى بعد كده في التسعينات لا بس أنا بس أكمل لك الجملة لكن ما شفناش مدافع اتوظف مهاجم ونجح بالطريقة دي بالسرعة دي لأن مهارات المهاجم فأنت كريم فقد عنده عنده التركيبة لتخليه وعلى فكرة الأستاذ محمد الطويل اللي هو أنشأ يعني بيقولي ده بيلعب في يد النجوم بيقولي بيلعب في أربع خمس مراكز إذن هو عنده قالي ده كان راح بين فيكا لولا كورونا يعني كان واضح أنه وصل الانتفاق معاهم كورونا هي اللي أعادته وكان شايف أنه بيلعب في كل حتة في الملعب ده معناه بس ده محمد الطويل ده مصوق شاطر يعني بالك هو هو بيصوق اللعب بتاعه لأنه له نسبة فيه لس هنعتبر يا سيدي أنه هو راجل بيعظم في لعب يسعده أنه طالع من عنده لكن قطعا أنه هو عنده مهارات تسمح له بس كل ده كان ولا حاجة لو اللعب ده مش ملتزم وبيسمع الكلام ما عندهش الرغبة أنه يتطور السمتين دول هم اللي خلوه قبل النصيحة واشتغل عليها لأنه مش كل واحد هتقول له إيه لعب ناحية المين هيروح تقال له 100% أكثر في العمق أنت فاكر الكابتر رمضان صبحي مع بيلر لما كان ماشي على الخط ماشي على الخط والترئيسها بقى لبرة ترئيسها لبرة ترئيسها لبرة اتحافظ أول ما قال له أكثر جوه وخش من العمق بقى هداف بالضبط إذن مدرب ممكن يوظف لك أنت مهارتك بس بشرط أنك تصدقوا وتشتغل على كده مين اللي عمل البصمة على كل دول دلوقتي على كريم وعلى أكرم وعلى المدرب كولر المدرب عشان كده كولر استحق تحية جمهور الأهلي اللي هتفت باسمه نشوف المدرب بس هادي بس جد الابتسامة دي ابتسامة المكافأة نال المكافأة في الملعب واتخدت بلك اللي معالي مترجم بتاعه لما ترجمهم ببسط أكتر قالوا بيهتفوا باسمك فرجعي سامحك بس عايز يعرف بيقولوا إيه يعني وبرضو هنقوله يعني أنت بدايتك مبشرة بس بصمتك العميقة لسه لسه عايزينها بطولة الدوري وطولة أفريقيا الراجل ده شخصيته جد قوي جده بيدوق مش برخامة مم فيلر كان جاد بس كان مرهق آه يعني يشاهلك همه لو هو مسؤول عليك أو معاك مستني منه بس يعني يدي لك أي تعبير رضا آه مش عارف أنت توصل لقلبه أو قناعته آه أو اللي في قلبه مش بيين لك آه خلينا دي أدق يعني آه الراجل ده واضح أنه عنده آه طاقة إيجابية سماحة على طول وشه مبتسم ربنا تدي له الصحة يعني كان أقرب واحد لها في كلية آه ده نعمة ربنا تديك الوش المبتسم لصدر طاقة إيجابية دي نعمة صحيح آه نتمنى أن الابتسامة دي تبقى من القلب ولم تتحقق إلا بمزيد من استمرار النجاح طيب نشوف بقى مارسي الكولر بعد العلامة الكاملة بعد الفوز على الداخلية بالأداء الرائع جدا كلامه كان في المؤتمر نعمة 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 داخلية استغلت الحتة دي وقابوا جون بعدها بدأوا أنهم يضغطوا لعبوا بشراسة ما كانوش فريق سهل وحاولوا أنهم يستغلوا أخطاء أو يضغطوا علينا عشان نعم الأخطاء وحاولوا أنهم يرجعوا للمباراتيني بعدها مجز least لكننا صحان الجانب نعمة نعمة كاريم فوز نعمة نعمة من الممارس كاريم فوز نعمة 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 دقة نعمة نعمة ويزنها على التطبيقات الماضية ويسرحنا أن نعرف في هذه المناطقات وإنهي مدى الأجهد منها ولكننا كان لدينا فرص كثيرة للتهديف وهذا أعجب أن نرى فرقتي ولكننا نرى فرقتي لأن هناك أهداف منها ضاعت بشكل استهتار ولكننا نتحدث عن فرقة ونرى كيف نحويل الفرص بطاعتنا الأهداف بشكل فعال أكثر من ذلك لكننا نفع أننا في هذا المتابع سابقاً وأننا نفع جميع أموز ويجب أن نجد هذا المتابع ونجد أن نجد هذا المتابع لكن أنا سعيد جداً في فلوس النهاردة لأنه بعد ماتش السوبر كان في ماتش السوبر كان في مشاعر و أحاسيس وكان في حاجات مستوى تاني خالص فبي صعب جداً بعد ماتش زي ده أن اللعبة ترجع لكن اللعبة كانت على الموعد النهاردة وقدرت أنها تكسب بسهولة وهو طبعاً مستحق Ich glaube, es ist gut إذا في حالتنا نفسنا ونبقى نفسنا ونبقى نفسنا ونبقى نفسنا ونبقى نفسنا ونبقى نفسنا كيف نحتوي فرصة؟ كيف نحتوي فرصة؟ كيف نحتوي فرصة؟ كيف نحتوي فرصة؟ كيف نحتوي؟ كيف نحتوي؟ كيف نحتوي فرصة؟ 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 كيف نحتوي فطة؟ النهاردة عارف قال له ايه بعد كده قال له اعتفتكر انك عملت حاجة انت لسه بدل يعني مش اخي المتين دول بقى ونعيش عليهم فده راجل واخد باله من كل حاجة نمر اتنين بجابة غيرت ناس بجاب من الشمال ومن اليمين وناس كتير عايز اشوف كل الناس وعايز ادي فرص لكل الناس اذا يخلق دوافع عند كل اللعيبة ان دوركو جاي سالسا قال عشان اريح اللعيبة اللي احنا بننادي به سنة الفاتت ما كنتش بتعمل عملات تدوير ليه ارهقت اللعيبة لعنة الاصابات تحدث عنها مش سعيد بيها وعايزين فطر التوقف دي نسترد اكبر عدد ممكن من اللعيبة المصابين قرار او القدرة على التهديف هنشتغل مع اللعيبة عشان نعرف الفرص بتضيع ليه لان التهديف دي برضو نوع من انواع الثقة بالنفس والقدرة على التفكير السليم والقرار السليم في اللحظة السليمة اذا حصل الاعلام على ما يريده بابسط الطرق واهداها والاتنين جدين لكن مش بصرامة بلطف فيه انت مرتاح وانت بتسمحه شخص خالد الجواد يا جماعة المترجم رجل اهلاوي جدا لما عرف ان الاهل محتاج مترجم رجل عايش في المانيا بقاله سنين طويلة ده مترجم معتمد لها ده احدى المحاكم الالمانية الكبرى وبيدرس في الجامعة وحاجة له بيزنس خاص كبير وناجح فيه لكن انتو متخيلين انه لما حس انه الاهل محتاج مترجم طلب انه ييجي وبعت عرض نفسه ورحب انه هو ييجي ويعطر كل شغله عشان ييجي يكون موجود في التيم بتاع الاهل ويترجم لمارس الكولر والحقيقة واضح جدا من مستوى الترجمة ومن انسجامه مع الراجل انه لا فارق كتير في توصيل فكره شخصيته رجبة اه طبعا سماته واحدة بالضبط وكمان هو يعني واضح انه خلفيته الرياضية مدياله للفرصة سبق انه اشتغل قبل كده تقريبا مع الجونة مع احد المدربين الالمان فبقى عنده الخلفية الرياضية الشغف ده بالضبط على فكرة استاذ محسن طنطوب كان رجل اعمال ناجح جدا كبير صعب شركة جميلة ولكن مع بايسا ومع هولمن هولمن واتسوبن كل الالمان كان بيشتغل معاهم وكان بيبقى سعيد وبيشتغل معاهم صحيح انما النقطة المهمة في كلام الرجل ده كمان مارسل كولر قالك احنا لسه ما عملاش حاجة والهدف ان انا اوصل كل افكاري للعيبة فاحنا في بداية الطريق عشان كده جزئية المبالغة اللي كان المواند سعاد اللي بيتكلم عليها من بدري مهمة جدا مهمة جدا ان انت تاخد بالك انك باستمرار لسه ما عملتش حاجة وباستمرار خالق دوفه عند لعيبة واعتقد الفرصة الكبيرة اللي خدها محمود متولي وراح المنتخب والفرصة الكبيرة اللي خدها كريم فهد وبقى ملء السمع والبصر في الليلة واحدة دي رسالة مهمة جدا لكل اللعيبة كل اللعيبة الرجل عنده قدر عالي من العدل ومن الرغبة في تمكين الكفاءة والشفافية فانت اللي حياخد فرصة هو اللي يستحقها فدي فرصة لكل لعيب تقدر تعمل كل نجاحاتك من خلال هذه التجربة لان الرجل فعلا لكان هيجامل محمود متولي ولا كان هيجامل كريم فهد ولا كان هيجامل بقية اللعيبة اللي بيختارها لكن بيضي الفرصة في الوقت المناسب بحيث ان وقت مدجيلك خليك جاهز ان انت فعلا تتمثق ده بيؤدي الى استاذ ابراهيم السلوب ده يعني بيؤدي الى حالة من الراحة نفسية لدى اللعيبة تشوفوا مع بعض عاملين ازاي بقى ملتحمين قد ايه فرحانين لبعض قد ايه يعني مفيش نفسانة في جن جابه كريم فؤاد ياريت لو اللقطة موجودة اللي جري حضن وبرستاو اللي كان مرشح ان هو اللي هيلعب اساسي في الجناح مكان كريم فؤاد احد الاهداف اعتقد يمكن جون الاولاني لا بيرسي تاو عايش زقتطة ما شفتهاش خاله منه السنة فاتت في جوت حتى بلدياته ايه موسيماني اه فرحان وبيرقصه في بهجة ايه الفريق يعيش حالة من المناخ الداخل بتاعه جميل نتمنى يا رب تستمر الامر على كده منوباش بنزن وبنقر وخلاص شوفوا برضو لما تتلاقي شادي بيسجل او شريف بيسجل اول واحد بيجري له التاني اللاعب اللي هو المنافس بتاعه في المركز على فكرة دي مهمة جدا زي ما انت بتلاقي علو لطف مع الشناوي وشو بير معاهم هي دي الرسائل اللي بتكشف فعلا الدواخل بتاعة الفريق عاملة ازاي علاقة اللاعبة مع بعضها عاملة ازاي روحهم بينهم وبين بعضها عاملة ازاي هو ده اللي بينجح عايز يعني عايز اقول ان اللاعبة اكتر ناس لازم تكون مدركة ان ده سبب من اهم اسباب الفوز وتحقيق البطولات وفي الاخر الفايدة للجميع يعني احنا مش بنعلي حد على حساب حد الا من خلال الاداء بنشكر فيه بنقول التاني موفق ام مش موفق وده المعيار يا جماعة ما تحبوش وتكرهو يا ولادنا يا شبابنا اهلوية يا بتوع السوشال ميديا بلاش المقارنات بين اللاعبة كلهم ولادنا الغاليين اللي عندهم امكانات وقدرات عالية جدا حتى الناشئين اللي طلعين ما تستعجلوش على لاعب ناشئ عايزين منه يعمل كل حاجة حيبقى كويس عايز مطشات وعايز يشوف وعايز يعيش اجواء التحدي حتشوفوهم عاملين ازاي بعد شوية دول الخمسة ستة اللي موجودين في الفرق النهاردة حتشوفهم السنة جاي عاملين ازاي ادعموهم بلاش النقد اللي يجيب وراء ده انك انت توبخ ما توبخش واسناء المطش عمال والله مش عارف ايه اصلي مش عارف اصلي فلان الفلان يمال لا يا ولاد عايزين كلنا نبقى بنصدر الطاقة الايجابية للفريق هو ده دورنا العظيم كجماهير خلاص يعني في وقت ما كنا شافين خلل شاورنا عليه حلو او الادارة خدت بالاسباب حاول التعالجه حلو او نسنل الموجود بقى ونشوف بقى الدكتور طه اسماعيل وانطبعه النجل ادي دافع كويس او صحيح من وره دافع كويس او نعم وقفل السكة على اي تصويبات او اي اختراقات نعم صحيح لي صعوبة لان الفريق فريق الداخلية عنده مهاجمين خطرين بصراحة قدام لكن الناد الاهلي يضبط نفسه كويس علاوة على الاستحواز الكويس علاوة على ان افشة ادى دور كويس في الفترة دي كما في الاسس اللي عملها يعني عمل اسس لوعة دي اللي احنا شفناها وكريم عملت تصرف فيها بشكل رائع جدا كريم فؤاد كافئ مدربه مكافأة كبيرة جدا وابين للناس كلها ان مدربه عبقري في ان هو وظف في هذا المكان كافئ جمهور النادي الاهلي بان هو سجل في هذا المباراة وهو في كل وقت الحقيقة جاهز قدام الجول وعني النهاردة عمل جيم كبير جدا وتوج المباريات اللي فاتت قدام الاسماعيلي كان سبب في الفوز وقدام قدام الزمالك وحتى قدام طهر توقف ماتشين كمان ولا يعني ما عنده مشكلة اتنين في الجنب ده ممتازين الحقيقة دي ميزة وده ميزة طبعا النهاردة بقت وفرة الراجل بقى عمده وفرة الوفرة دي وبرعب النهاردة ناس خمسة كمان من لعبته طبعا بالزبط المجموعة اللي نيس النهاردة اثبتته جدا بشكل كويس وده وكذبه بسكور كبير جدا ده يعني مكسب كبير له انه عنده وفرة من اللعيبة جزء كبير قاعد سواء اللي مصاب او اللي موقوف او كذا ومع هذا المجموعة اللي نيس اللي تقدت بشكل رائع جدا وده بداية موفقة جدا تعال نشوف كلام يعني الدكتورطة طبعا زي زينا فرحان المبسوط من الأداء و و و و يعني يرى ان دفعنا كان كويس رغم ان اول مباراة نستقبل فيها هدف هدف اه انما باستثناء الكرة دي اللي حي ما كانش فيه خطورة على ودي يعني كرة لها ظروفة اه كل الدفاع تقلق كل الدفاع تقلق استمر اكرم بروحه وقوته وجديته الايجابية استمر اه متولي بهدوء و اه البنى ياسر ياسر في غياب عدمين ما حشتش ان فيها مشكلة في الانسجام والتناسق ودي الخبرات اما كل عيب دولي محترم وعنده خبرات بسرعة مفيش مشاكل اه علي اه علي معلول محمد اشرف محمد اشرف اه 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 علي لا في الاخر ملعبش ده خالص علي في الغيبين الغيبين كابتن شوبر قال خمسة غيبين ام ستة اه محمد اشرف محمد اشرف ده اللي انا عايز اقوله يعني غاب علي معلول اذا نشوف اشرف هيعمل ايه لكن كويس كويس جدا كمان عمل عليه ما تقدرش تلوموا على اي حاج في الماتش خط الوسط بتاعك مميز كالعادة اه التحركات الهجومية على اعلى مستوى انت جبت اربع هداف واتلغلك جون سليم وكورتين في العربة وعدم توفيق بعض كرات الاخرى غاب علي معلول ومحمد عبد منعم غاب حسين الشحات وغاب قالو ديانج وغاب عمرو السلية وغاب طهر محمد طهر فلما يغيب ست لعيبة دفع واحدة من تشكيل اساسي اخر خمسة منهم كانوا اساسيين يمكن حسين ما كانش في الماتش اللي قابله وديانج كان مصاب لكن انت بتتكلم على ده خط الدار بالعيبة بالكامل غيبين ما عادة بتول فلما يكون عندك الغياب ده وتلعب ببقية اللعيبة ويكونوا بالكفاءة والإيجادة محدش يطلع يقول لي قصة الداخلية هو اللي واقع قصة الداخلية مش مقياس مين اللي مقياس مين المقياس الزمالك قبل منها لقالة كسبان 2-0 الاسماعيل لقالة كسبان اتحاد المنستير وصيف للبطل التونسي لقالة كسبان رايح جاي فهي فكرة ان انت بالسمرار محدش عايز ياخد باله من قيمة اللي بيحصل اللي بيحصل انك بتبدأ تجربة كبيرة جدا لفرقة النادي الهدف المباكر اللي خلى الداخلية تبقى أقل ان الاهدف قوي جدا فيه تركيز شديد وتوقيت الأهداف أه طبعا انت ما جبت أهدفين بسرعة خطفتهم بدري التحفز بقى واتكاد لو استنى الهدف ده تلت ساعة كنت حتلاقي الداخلية العشر لعيبة والداخلية نزل شغل الفريق كله شغل دفاعي كنت حتلاقيهم في تكدس دفاعي أو الزحمة طبعا تصعب لكن انت النهاردة وبعدين جابوا جون بسرعة فقدالهم أمل في التعويض بالزبط انت أفشا كان واحد من أحسن نجوم المباراة طبعا يعني وراء معظم الأهداف اللي جات شريف بتحركات وانت احنا بنقول كريم عمل الجون الأولاني وجاب يعني صنع اتنين وجاب اتنين صنع اتنين وجاب اتنين وده حقيقة لكن إذا كنا هنعتبر صناعة الهدف من الكرة اللي قابليها هنلاقي شريف جاب جون وصنع هدفات شاركة في أفشا أفشا باصم على كل الألعاب وغرها وغرها سبيوا كمان ما شاء الله يعني بينسجم أكتر بيحفظ أكتر بيتعود على اسلوب اللعبة أكتر فابيو ما كانش موفق لكن عمل اللي عليه كان موجود بتأثيره بتحركاته بمهاراته فيه كرة واحدة يعني لو كان بص شماله بدأ ما يشوت كان ممكن يعملها بس هي 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 ممكن انت كفر وتطمع فيها لكن لو تلعبت للفاضي على شمالك كتجون مؤكد احنا بنطلم ده واحنا عادين قدام التلفزيون وشايفين الليلة لكن اللعب في الملعب قرار في لحظة وهم شايف الكادر ده فبرضه ما بنديش نفسنا ان احنا صح وهو غلط لكن انت بتقوله إلعب كده كريم في وقت بقى العبقرية بتاعة المباراة دي ان كل ما تقوله اعمل كذا تليه بيعمل صحيح طوو فيه من الله سبحانه وتعالى واحد من اللي كانوا بياخدوا القرار المهم في لحظة الفنان عمد متعي نشوف الاهلي عمل المباراة جاية جاية ده الواحد به الأشوية بعد الفوز ببطولة كبيرة ان يبقى فيه مع الفرحة والحاجات دي يبقى فيه اهتزاس في المستاذ بداية ولا أروع النهاردة نعم من من تنبرات سليمة من فرص من أهداف دي كلها حاجات النادي الاهلي عملها على مدار المباراة فأنا بالنسبة لي مباراة من من أروع المباراة اللي عملها النادي الاهلي من فترة نعم بيعمل جمل مميزة تطور في الضغط تطور في التزديد نعم تطور في الكرة التانية دي كلها حاجات النادي الاهلي تطور عن طريق المدير الفني نعم أنا بحاجة لعيبة كلها صراحة لعبة النادي الاهلي بالكامل على الأداء اللي بيأدوه نعم في الفترة الأخيرة كمجموعة كمجموعة صراحة ده عجبني عجبني ان هما بيلعبوا كمجموعة مش كأفراد كان في فترة من فترة شغل مدرب نعم شغل مدرب واضح كم نعم واضح على أرض الملعب وضوح الشمس أولا رؤيته أنه يحط متولي عشان يلعب كرة من تاحة صحيح شغل فيها بشكل كويس جدا أكرم توفيق رجع رجوعه مميز حمدي فتحي بيعمل مباراة حمدي فتحي مسجل تلات أهداف عجبت أن حمدي فتحي أحسن فورمالي هي الفترة دي بيأدي أداء رائع سواء دفاعي أو هجومي نعم فأمر السلية ديان اللعيبة بتحسن اللعيبة فائقة العامل النفسي على معتقد أنه بيتعامل مع اللعيبة نفسيا كويس جدا انت قلت ده من في التغيرات اللعيبة نعم مش متضايقة حتى لو قاعد على الدكة نعم اللعيبة بتحبه ودي ده مهم جدا اللعيبة عندها ثقة للراجل ما بيظلمش نعم وده مهم جدا فدي كلها نتائج نلاقي الشكل ده بتنسبة للنادل نعم أنا بقى مبسوط قوي من طريقة الكابتن نعمات في تحليل هزيل مبروغ غيرها الحقيقة لأنه ما عادش يبسط الفوز ويقول لك أسل المنافس سهل انت بتخلي منافس سهل أو صعب انت اللي بتخلي كده الظبط لأن المنافس ده ما عمل مطشط صعبة مع فرق تاني صحيح وفرق كويس بتعمل العمل الجماعي السليم يعني الإشارة يعني كان ممكن يعني انت جبت أربعة جوان سما قلت لك وحطيت كورتين في العرضة وتلغى لك جون سليم مؤكد بمعايير تانية كتير كان حيتحسب يعني والخط يا رب بتكون جايبوا عشان نوري الناس ان الخط برضو مش صح يعني الخط متحرك من المكان والأحمر ده جاي عند اللعيب بتاعنا وطالع بره مش ماشي دغري حورهولهم ومقطوب حتى يريتي اللي بيفابرك عارف الفابرك واخد بالك فالمسألة يعني بداية رائعة نستمر عليها ونحييها ده كلام مهم جدا منطقة يطلع من عماد متعب فماذا عن رأي حازم مين بقى نشوفه الأهلي لعب حتى الآن ست مباريات سجل فيها اتناشر هاد هل ده بيدينا مؤشر ان هذا المدرب هو مدرب هجومي هل الراجل ده عنده نوع من أنواع التكتيك اللي تغير هل هو غير من شخصية النادي الأهلي أكيد يعني اتناشر جون في ست مباريات معدل هدفين في المباراة نعم لا أكيد وبعين فرق المستوى بين الأهلي السنة ونهاية السنة اللي فاتت نعم فرق كبير جدا ويكفى يعني وبعين اللي بيعمله مع كريم فؤاد مم كولر نفسه ممكن يمشي مجيبش حاجة بس لو عمل لك لعيب مهم ولعيب قوي ولعيب كبير مثلا وفادك بشكل كبير يكفى أنا كمدرب شغلتي أن أطور اللعيبة اللي عندي وطلع لعيبة جديدة مع البطولات مع الشغل ده لكن مثلا كان المشكلات للأهلي أنه عنده الوينجات اللي تقاحت الفيرود ما عندهوش وينجات بتاعف تروح تيجيب جون أو الداخل السافة تباين نعم من هو يطلع بس فاق فكرة كريم دي يطلعها من نووير واشتغل عليها وكل مطش يبقى هو نجمل موراق مطش الإسماعيلي نعم المطش اللي فات المطشات بينزل شوب تاني يكون كويس المطش النهاردة عمل كل حاجة في المطش جابت جونين وعمل جونين وضيع جونين وكل حاجة المطش حلو جدا وأبرز وأهم حاجة هو كريم فؤاد وتوظيفه بالشكل ده ربنا رفهم إن شاء الله يفضل كده وأحسن ده أكيد هينفع منتخب مطش بشكل مكسب لمس نقطة مهمة كابتن حازم قال لك للم كانش عنده أطراف هدافة وهدافة يعني مش إنها تجيب جون لما يعني إنها تكون بتشكل الخطورة بالطريقة دي في عمق في عمق الملعب المنظر ده يعني أنت الوقت كريم في وقت جاب جون من الطرف ومن العمق هو ده المقصود زي ما قلت لك كابتن رمضان صبحي كان لما تطور مع فالر كان بيعمل الكلام زي زيزو في الزمال بيعمل كده بيجيب من الطرف وبيجيب من العمق وبيجيب من بعيد بتزديدات عايزين نشوف بقى بقى كرة من بعيد عندنا دي اللي محتاجين نهادت بها بشكل جيد يعني في الحالة دي لو أنت عندك نسبة تصويب فيها دقة زي بعض لحظات المواسم السابقة كنا بنشوف ديانج بنشوف أفشا فيها دقة كنا بنشوف في حالات حسين الشحات الكويسة وينج يمين أو شمال هداف دلوقتي يقدر يعمل الكلام ده طاهر يقدر يعمل الكلام ده أحمد عبدالقادر عمل الكلام ده يجب أن نستمر عليه كريم فؤاد بالشكل ده لو رجعت لعبتنا لحالتها حنقدر حنقدر ننوع وخلي بالك لما يبقى عندك تنوع أستاذ إبراهيم ما يبقاش المدارم اللي قدامك واللي لعب اللي قدامك عارف إحفاظك آه طبعا أنت مش عارف هتلعب بمين حلولك كتيرة حلولك كتيرة ومتنوعة بنوعيات لعبة مختلفة آه وبأسلوب لعبة مختلفة آه اللعبة دي بالشكل البداية دي لو حطة في زهنها هنا تستحوز على البطولات وتشتغل على كده وتركز على كده في إيدها إنها تعمل هذا كده إن شاء الله طيب إن شاء الله عماد متعب كان معجب جدا بتحرك شادي لما بيروح مع السردباك ويسرق نفسه منه لتحت شوية يرجع خطوة تيه يبال واحد دي اللي عمت عماد هو ده تحرك عماد ده المركبة بتاعت عماد متعب عملها الشريف نشوف عماد بقى رأيه فيهم ايه متفضل كابت أنا عايز أتكلم في حاجة كابتا حسن تتكلم على المدرب المدرب دي بص محمد شادي عامل ايه ايه رجع خطوة الورق ودايما انت بتبضل تسرخ على دي نا دايما عماد اه بص ده رجع هو أقرب مدافع لي اتنين متر مزبوط أنا كمهاجم أنا بحتاج نصف متر صح بالتحرك بتاعه بخد اتنين متر اهي ادي بقى جولش معادي بص دي بقى نفس القصة ايه ده ما بيجيش بالصدفة نا مش بالصدفة لا ما بيجيش بالصدفة طبعا تدريب تدريب طبعا يعني ما اكيد تدريب يعني ما ده شريف وده شادي ايه لا تدريب على المركز اوه عظيمة اسملك الشاشة وكمان يعني عشان ومين اللي عامل جنين كريم فؤاد كريم فؤاد مساهم في ستة اهداف لا انا بتكلم اللي بالطريقة دي النادي الاهلي النهاردة يا كبشوير ما عملش على معتقد جرع عرضية واحدة اللي لعبها كريم فؤاد نا زي ما قولت حركة ما فيش لعيبة بتلعب بدماغة بيبصوا البعض تحت اه فده تدريب انا بتكلم عشان ادي المدير الفني هو لما سنوطة مهمة طبعا ده تدريب وكل حاجة ومؤكد لكن طب ليه بتدريب ده لان ما فيش لعيبة ومميزة او في الاهلي في ضربات الرأس اه فيبقى نعتمد على التحرك ده ونقدر نجيب الجوان بالشكل المتنقر ده اه ونجح هو على فكرة ده بالنسبة لي كان زمان في الرياضة اسمه تمرين مشهور اه يعني تمرين مشهور ده ايه انك التمرين ده من اساسيات علم الرياضة الرياضيات يعني اه فاللي بيحصل ده تمرين مشهور اه في كرة القدم من ايام تونس اه كان دياب طري دياب طري دياب اه بيعمل الكرة دي اه ويجيب منها جواد اه انا اولمره شفتها من تونس في ملعبنا اه لما سبني التلاتة اتنين ايه اه اعملت كده ورح تعامل كده. الراجل ده عدى. اه طبعا. عايزين ننوع. ده كلام مهم جدا. اعتقد التدريب على الكرات الفردية. في جمل كتيرة محفوظة. هنقف مع بعض منها بعد الفصل. اهلا بحضراتكم جديد. ما تخافش على الاهلي طول ما الاهلي بيقدر يستعيد شخصية الاهلي. يسجل جنفة يبحث عن التاني. يسجل التاني يضغط يجيب التالت. ويجيب الرابع. وكان يقدر يجيب ضع في الكلام ده كمان. يظلموا الحكم في قرار ما ينشغلش به ويركز في غيره. وده اللي احنا قلناه. هي دي شخصية الاهلي. ان انت يكون عندك القدر العالي من التركيز والشراسة في البلعب. اللي خليك تتحمل كل حاجة. اخطاء وتحامل الحقيقة. اي الموتش ده السادس ابراهيم رغم ما النتيجة الكبيرة اللي فيه. لعانى الاهلي تحكميا فيه. كانت اكبر معاناة انه له هدف صحيح. اتلغى حرم كريم فؤاد من هاترك. نشوف رأيي كابتن احمد الشناو. معبة زي دي المساعد نرجع بس شوف المساعد واحد فين. والعرقلة واضحة. امامه. ليه ما يديش. العرقلة واضحة. العرقلة واضحة. نعم. عرقلة واضحة قدامه هو بص الرجل. ايه. خلاص. خلاص يبيز النهاردة ليه ما يديش. نشوف الحالة دي هنا. كنت اتمنى من يعني هنا لعبة. ما تقوليش ده التحام عادل. لا مش التحام عادل. ده مش ممكن يكون التحام عادل اللي يمتل عليه. كان لازم يحسبها بص. بص اللعبة داخل فيه. طب. بلك لو هو رايح للقورة. ولعب الناد القلب يمنعه. قولك ماشي. لان ده هو رايح داخل. هي الناس فهمة تعليمات او توجات كلاتنبرج بشكل خاطر. لا. كلاتنبرج بيقول لهم الفيرت شالنج. الالتحام العادل. بالضبط. اللي هو عنده الفرصة بلاعب القرى. بلتحم من اجل لعب القرى. بلتحم من اجل الدفاع عن ياخده القرى. كل ده موجود. نعم. والقانون بيقره. مش مش كلاتنبرج. هنا فيه تسلل يعني المساعد مش هارف رافع ليه. اولا اللاعب مغطي. لاعب بيشوت. طيب. اللاعب مش متسلل حتى اللي جات فيه كرة. اللاعب التاني رايح بيرفع تسلل. السلل مش موجود على الاطلاق. راية غير صحيحة. من المساعدة. طيب. قبل. قبل ما يجاه على ما يجاهز لنا الجون الذي اثار الجدل. كابتن شناوي قال تلت ملاحظات من اخطر واوضح ما يمكن. الفاول اللاحت اليمين. على كريم فؤاد. ها? ولا اوضح. عرقلة تستحق الانذار. لان الهجم مكت هتبقى وعدة. نمر اتنين. عندما يطرح لاعب ارضا بضربة زي بتوع كاراتيف زوره. انت شفتوا كأنه جاء له اختناق. ها? ها. الراجل طرحه ارضا. وما تحسبتش فاول. الفاولين ما يتحسبوش. للكريم ولا السافر. انا بس انا بذكر التلاتة دول ايه. اه. الخطأ التالت. التالت يا اخي. الهدف اللي اتلقى. لا. مش الهدف. لا. تلات اخطاء واضحين جدا. تسلل. التسلل. اه. الراجل ما خطي باتنين متر. مش ممكن. ودي كانت هاجمة وعدة. اه. فيها انفراد يجيب بون. من تفهمش حاسب تسلل اللاين من رفع ليه. التالت كور دول. بتقول ايه. بتقول اولا انا بس عايز اتكلم امين عمر يا جماعة من الحكام الشطرة. الفاهمة. اللي يقدر يكون كويس. لكن هو ساعات بيعمل حاجات ملهاش لازمة. ملهاش لازمة. يعني القرارات دي لما تتجاهلها بالوضوح ده. انت بتعمل ايه في نفسك. مش في الاهلي. اهلي خلاص. كسب. حنقلش بقى. الاحتواء. هو لسه. عايشين في الموضوع الاحتواء. والسفارة الادارية. قرار يبقى داري. مش ما يبقاش فني. ما يبقاش عادل. يعني. ولكن الطامة الكبرى فيه كمان. الهدف. الهدف المالغي. هنا بقى عزة توقف. الكابت الشنوي. وهو يذكر هذه الامور. الثلاث امور دول. ها كان يبغي. اه ما عرفش هل. لا البروتوكول اللي الحاكم الفيديو مالوش علاقة بيه. مالوش علاقة بيه. اه. يبقى براء عشان كده هو. اه. ذكرهم. اه. بي 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 بي. شعيره. بمطالف مقناة. اه. الحتة اللي الفار قد يولان فيها. الكابت الشنوي. هنتكلم. نشوف. طيب. كابتن شنوي جاب رسم الخط. والحقيقة ما كانش مقنع فيه جدا. لا. هو هو مش هجيبها لنا. لا. يعني هي. لموجودة رأي الكابتن جهاد جريشة. لكن الخط اللي تترسل من الكابتن احمد الشنوي. نبدل كنت عايزة دي. الحقيقة مش مقنع فيها بالمرة. الاهم منها ايه. حتى كابتن شوير في الاخر قال له بقولك يا كابتن شنوي. احنا مش مقتنعين بس انا عدها لك. ليه عدها له. الحرج اللي احنا بنكلم فيه. بس. كابتن شنوي راجل من عزماء التحكيم. ايه. وشخصية طول عمري يعني احترمة جدا. احباه. ولكنه في الاخر اب. اب. ابنه. عمر الشداء هو حكم الفار يا جماعة. حكم الفار. الخط يا جماعة كان نفسي ييجي عشان اوري الكابتن شنوي ازاي الخط ده منحارف منحارف عن مصاره. ام. يعني وطلعوا سنتي واحد عشان يزبط يزبط ان الافصاد بسنتي. ام. لكن لما نشوف الخط بقى اللي جابه او اللي استشهد به كابتن جاجر ايش هنفهم الجون سليم مية في المية. ام. انت كنت بتتكلم على استشعار الحرج نفسه. استشعار الحرج. اه. يا كابتن شنوي. انا كنت افضل كابتن سبير عثمان. يحلل. يحلل الفقرة. المرش ده في اليوم ده. اه. لان انت ابنك عرفار. اه. حتى تعطول ابني غلق. ما هو كمان تقيلة. ام. وحرم نطلبها منك يعني. ام. لكن في نفس الوقت. خليت اه. الكابتن شبير بازكاء و بازكاء و بازكاسه وقال لك حنفوتها ونعديها. قال له عشان تعرف تبات في البيت اللي لات. اه. فما لا. يا ده حرج الاب برضو. يعني ابعد عن ده. ما هو حرج الاب. اه. انا بتقول حرج ايه. اه. حرج الاب. انا تعرف لو انت سليم برضو حرج. اه طبعا. الناس هتقول لك. لو 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 الرجل كواس واشدت بيه مجروحة. اذا انت طالع بس عشان. اه يعني اه. مش هطلومه. صعب طلومه. اه. ممكن حيلومه. انا متأكد انه بينه وبين نفسه. اما روح البيت. حقول له عمر ليه كده عمر جبتلنا الخط. اه. طيب. على فكرة الملاحظة اللي الكابتن شوبير يتكلم فيها. ويتكلم فيها كمان الكابتن الشناوي. يا جماعة تعلماتك لاتنبرج للحكام في الجزئية اللي الكابتن الشناوي قالها. الالتحامات المشروعة. الالتحامات الطبيعية. ما تصفرش عليها علشان اللعب يستمر. ما تعطلش الكورة. لكن مش معقولة الحكام. فيهم اللي مش قادر يفرق. فرق ايه ده واحد انه كوز. بين ان انت تدي فرصة للعب. او ان انت تصفر على الاخطاء الحقيقية للعنف اللي موجود. يعني. يعني كان فؤاد يرقص. الرجل يكعبله. كعبله بوش وقع. ساذ ابراهيم. في مناطق مؤسرة. يمين. وشماله في. وفي العمق. وسافيه. الرجل يضربه بالكعب في زوره. وعنده صعوبة في التنفس. وما تتحسمش يفاول. يعني. مش بس زوره. ده قطاحة به. دفعه وقع طار. طار كده بضهره. يعني مش مش نزل وبعدين مسك زوره. دخابته. طياره. اه. 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 هي دي بقى. اه. بص ايه. الخط الاحمر ماشي فين. اه. شوف تخانة الخط. في بدايته. وتخانة الخط. عند كتف. اه. كريم. اه. هل ده خط طبيعي. لا. لا مش طبيعي. تخانه قوي. عند كريم. في المنطقة اللي باين فيها. اه. خط مش طبيعي. على طول. تفهم نية. انك انت. اه. عايس كالفتنة. كمان في نقطة. كابتن. عما متعب وقف معاه فيها. هو هنا على الكتف. اللي باين من كريم دراعه. قال له ما هو الدراع ما تحسبش في اللوف صايد. لان انت مش هتلعب بدراعك. هي الفكرة. ايه الجزء المتسلل اللي ممكن تلعب به الكرة. اللي تستفيد به لو الكرة جات لك. فايده مش هتتحسب في التسلل. فكان رأي كابتن شناوي. لا هي عظمة الكتف فوق. لا مش عظمة الكتف فوق. يا سيد إبراهيم. الخطين عاملت كده. اه. واخدين انفراجة. يعني ماشيين من عند الرجل. بشكل طبيعي. من بعد الرجل. انفرج الخط الاحمر عن الخط الازرق. الخط الازرق خد. دخل لجوه. والخط الاحمر خرج لبرا. اه. هدي صورة مفتعلة. محدش نقشني. ان دي صورة طبيعية. طيب. ده كان رأي كابتن الشناوي. وان كان رأيه مجروح. لكن الحقيقة بقيت خبراء التحكيم اللي تكلموا. كله اكد على صحة الهدف. واحنا بنتكلم عليها يا جماعة. ما الناس تتكلم ويقولك ملالك اسبان اربعة. مش فكرة اربعة ولا ستة. الفكرة انك انت لما يبقى فيه ثقافة. بين الحكام. على استسهال تمرير فرص زي كده. او اخطاء زي كده. خطورته في كل المرعبس بالصورة يا اوصاز فرند اكتر من كل اللي بتقوله ده. اه. ده مالوش معنى غير التدليس. هو في حكم يدلس. ام. بس دي اللي عملها الاستوديو مش اللي عملها. بصرف النظر. اه. بحكم جزء من منظومة التحكيم. اه. المحلل. اه. يعني انت بتديني انت. الدليل. اه. من الطبيب الشرعي مزور. الا اه. ده هيحكم بالتبقى للتقرير. لكن التقرير مزور. طيب. نشوف بقى رأيك. كابتن جهاد جريش. القرار الصحي في لابة الاهلي. بعد رسم الخطوط ورسم الخطوط صح. هدف صحيح. اه. اه. نعم. الهدف الخامس. مش مؤثر لديك المباراة. لكن احنا نتكلم ان فيه نقوص خطر. هوت بني كلم عني بدري. الاسبوع الثالث. نتكلم ان احنا عندنا مشكلة. ليه ممكن الخط بقى غلط. ما هو يمكن الخط صح و احنا اللي مش شايفينها صح. اه. الرسم اللي خطت هاني اللي 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 طلعت لنا. انا بكلم على الرسم اللي طلعت لنا قبل ما اتكلم على الرسم اللي ممكن نرسمها. هاي. الرسم اللي طلعت لنا. الخط الاحمر اه. معمول فيه ضبل الخط. الخط الاحمر هتلاقي فيه. لجبت الصورة قدامك. هتلاقي الخط ترسم. ومن ديس عليه مراتين ثلاثة فانو انا مش عارفك بترسمت ازاي. الخط لو ترسم صح. اؤكد لك ان الهدف صحيح مليون المية. لكن الخط الاحمر اللي اللي هو موجود موجود دي رسم كمال وكان يعطي وآتي يا داو Ilseboud allies. هو قال النفس الملاحزة اللي قلناه ولله ما سمعته. واخد بالك؟ الخط بادي من ايه مممي مممممي مميمة. بتخانة معينة. ومنتهي عند كتف ايه كريم بتخانة معينة. اه الاجرى والاحمر من فريجين عن بعض. اوي فيه تخانة للخط الاحمر اكتر ممن باديが. فيه انحراف. فيه انحراف. في انحراف. في الخطير المسار اتعاملت ازاي بقى من شغلتي لكن واضحة الصورة بتقولك النفس اللي اتعامل في الجون الملغي السنة اللي فاتت سنعزو لك على حاجة زي ما جهاد جريش قال الخطوط لما تترسم صح دي خطوط الاستيديو مش خطوط غرفة الفار يعني هما ما بيتمكنوش من معرفة غرفة الفار أنا ما تدخلنيش خطوط مين الليلة فيها حد بيدلس طلعوه لنا وحسبوه بدري بدري قبل ما يبقى أخطاها مؤثرة مش عايزين نعيد الكرة مش هنتحملها الحاجات الواضحة ازا كده بتعدي لإيه يعني هل ده حيشوفه كلاتنبرج طب حنشوف لازم تقريره يقول رأيه فيه وأنا لما كون أنا حاكم فار وجي الخط بالمنظر ده هو أنا حاكم فار حدرتك حاكم فار ما انت شفت ان الخط مش طبيعي طبيعي لا لا مش طبيعي يسأل فك كان طبيعي نقطة محطوطة طبيعي ما كانتش طبيعي يبقى أقول له لا أنا مش حقدر أدي رأيه على الخط ده مش حقدر النقطة من هنا اللازر راكب على الأحمر ومن هنا منفرجين إيه اللي حصل ولي قلنا هو لازم أن كلاتنبرجي كمان هيشوف الخط اللي اتعمل جوه غرفة الفار ده الخط بتاع الكابتن أحمد الشناوي مش عمر الشناوي خط عمر الشناوي هو اللي لازم أن كلاتنبرجي يشوفه ويشوفه هو وصل للحقيقة بس خط غط عمر الشناوي اللي لاغ أيه بس مش اللي اتعرض ما هو يا جون الجون على فكرة أنا كنت عايز أقولك على كنا بنتكلم على الألعاب المتفق عليها يا جماعة ودي دي هون اللي مزعل الجون جميل جدا ده أنا لأ الجون ده أنا بتكلم على الجون الثالث اللي لأك لكريم فؤاد بص هو اللي لعب الكورنر ابدأ أهمله بص كريم لعب الكورنر بص يروح فين شوفه العمق هو اللي لعب لأول مرة لعب هو اللي يلعب الكورنر ويقدر يبقى فيه جملة إنه يقدر يدخل ده اللي عيب أتكلم فيه بقى ثقافة اللاعب في إنه يتحول هنعرضها تاني عشان تشوفه بس اتحرك إزاي هتوهنها تاني لعب الكورنر عملي بقى بص إيه ده شبرينت خلى أفشه يبص ياه بالضبط اللعيبة كلها والشها رايح الملعب هو نفسه اللي دخل جوه في العمق واللعيب اللي يجري معاه وقفشة الحياة كان موفق جدا عدهالنا ثالث عدهالنا بس ثقافة عند بداية الكورنر هاو شوف بقى محمد أشرف مين اللعيب التاني الاربعين ده مين محمد أشرف محمد أشرف ها ده اللي عمل التمويش شد الدفاع معاه ها وهو لف من وراهم ايوه محمد أشرف شد الناس كلها وبصل لأفشة وكريم جري في نفس اللحظة كان كريم بيخترق في العمق جملة دي وانا مش جملة اه جملة وعلى طول هو متوقعها في حط فاسن رجل بص على طول ما بنشوفش كتير فكرة ان اللعب اللي لعب الكورنر هو اللي يروح يجيبه وعبشة وعبشة ايه كورة الجميلة دي ده بص 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 ده عايزة عايزة ده جن الموسم ده ده جن الموسم الحياة اللي كلهم التلاتة يعني محمد أشرف لا واللي تلغى بص يا جماعة دي ميزة بقى انتم متخيلين لعب صغير زي محمد أشرف لما يدخل في التيم بدري كده يغيب علي معلول فاتلاقوا لعب بياخد الخبرة دي بدري بيحتك بدري بينضج بدري هتلاقوا بيزدل لعب فتخليل لما ياخد جمي الشمال للميه قال الكورنر يعني هتلاقوا رقفة خليل هتلاقوا بقية الولادة الصغيرين كل اللي حياخد فرصة وده اللي احنا بنقوله اللي ياخد فيكم الفرصة يعض عليها فعلا لانو الراجل ده يعيش حياته عادل جدا وهيد الفرصة للناس يعيش بس الناس تزبت ده حيات لعب كورة مايفرحش بالشهرة المبكرة بس ده كلام مهم جدا 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 طيب كنا بنتكلم على ان الناس بتشاكس وتجادل في المؤكد تاريخيا عدد البطولات زمان والارقام والنادي القرن وحقاق ممكن يكون فات عليها عشرين سنة لكن انتم متخيلين ان احنا يبقى فيه خلاف على بطولات اليومين دول اه والله نوع متعليه بطولات اليومين دول بجد يعني يطلع الكابتن احمد حسام ميدو يقولك في السنتين دول من عشرين عشرين لغاية النهاردة ازا مالك واخد بطولات اكتر من الاهلي وبعدين الراجل يقولك ايه انا اللي عنده بطولات غير كده او عنده حقاق غير كده يقول نسمع ميدو عندك حقاق غير كده من شبح احنا عندنا انا ما عندناش نسمع ميدو الاول الاهلي حصل على اربع بطولات في اخر سنتين دوري ابطال افريقيا 2020 دوري ابطال افريقيا 2021 السوبر الافريقي 2021 والسوبر الافريقي 2022 نروح للنادي الزمالك نادي الزمالك السوبر المصري بتاعه بتاع 2019 اتلعب في 2020 والزمالك كسبه عدلي السوبر الافريقي 2020 والدوري المصري 2020 2021 البطولة التالتة الدوري المصري 2021 2022 البطولة الرابعة ثم كاس مصر 2020 2021 في اخر سنتين نادي الزمالك حصل على خمس بطولات والنادي الاهلي حصل على اربع بطولات فقط ولكن لما نادي وفريق يمر بكل هذه الظروف ويفوز بعدد بطولات اكتر منك يبقى لازم بطولة السوبر اللي فات دي تكون بطولة غالية قوي عليك وهو ده الكلام اللي انا قلتم بارح وغلطوني ولكن اللي عنده بطولات اكتر من كده فاس فيها الاهلي يطلع يرد علي ماشي يا كابتن ميدو ميدو بدأ بفبراير 2020 فبراير 2020 خلاص يبقى هي دي بداية وحدة المقارنة قبل فبراير 2020 مش هنتكلم لأ عصر تتكلم تقولي ماشي لأ وحدة المقارنة اللي بدأها بطولات الاهلي من فبراير بالتاريخ اللي هو قال وبدأي انا هقول لكم بطولات الزمالك لأن الرجل عدوهم واحدة واحدة زمالك خد السوبر الافريقي خده في فبراير 2020 في جدول يا جماعة هتشوفوه دلوقتي زمالك خد السوبر الافريقي في فبراير 2020 وخد السوبر المصري في فبراير 2020 وخد الدوري في اغسطس 2021 وخد كاس مصر في يوليو 2022 وخد الدوري في اغسطس 2022 هي دول كان خمس بطولات خدهم الزمالك في هذا الجدول دي بطولات الزمالك من بداية عام 2020 فبراير وإحنا هميدوا ماشيين معاك واحدة بواحدة بدايتها السوبر الافريقي فبراير 2020 14 فبراير 2020 هي في الخانة اللي قبل الأخيرة دول خمس بطولات ده الزمالك دول خمس بطولات من بدايتها 14 فبراير 2020 كده في بطولات الزمالك خدها اكتر من كده دول الخمسة طيب قال لك اللي عنده بطولات اكتر من الاهلي في الفترة دي يقول لنا عليها من فبراير 2020 طيب هاتلي بطولات الاهلي الزمالك خمس بطولات قادي يا سيد بطولات الاهلي كم دول سبع بطولات اللي هم ايه برضو بالتاريخ الدوري في اكتوبر 2020 مش هنطلع بره 2020 ابدا نميده الدوري في اكتوبر 2020 كاس مصر ديسمبر 2020 دوري ابطال افريقيا نوفمبر 2020 دوري ابطال افريقيا يوليو 2021 الصبر الافريقي فبراير 2021 الصبر الافريقي ديسمبر 2021 الصبر المصري لسه من يومين اكتوبر 2022 دي دول سبع بطولات انا ممكن نقف عند التاريخ معين دول سبع بطولات دول سبع بطولات ايه اول بطولة فيها سبتمبر 2020 بطولات الزمالك اولها فبراير 2020 في بداية السنة ايه وهي ما بتبتديش في يناير ده ختاب موسم فاحنا ورغم هذا حتى بطولة التسعتاشر اللي هي تأجلت وتلعبت في عشرين هو حسبها للزمالك حسب نهاله اه قالك ده الصبر بتاع التسعتاشر خدها في عشرين فليكن ياخدها خدها في بداية السنة اه خدها في فبراير طيب ده في الموسم عشر تسعتاشر عشرين مش في عشرين وواحد وعشرين طيب ورغم كده حنحسب خمسة لسابعة يميدو وهو الراجل استقل له انا يعني قالك وما تحسب ليش اتنين برونزية كاس العالم انها بطولات دي حاجة شرفية اذا اعتبرنا انه التتويج ببرونزية كاس العالم للاندية مش بطولة هي حاجة ليه قيمة كبيرة جدا لحد ما يروح يلعب ويخسر وقولك مجرد الوصول شرفية اللي ما انا مبدئين عندي قيمة مضافة عندي قيمة مضافة اتنين على السبعة بالضبط اه يعني هما سبعة الخمسة واتنين انجاز علامي يا سيدي شرفي واتنين انجاز علامي شرفي محدش عمل هي الفكرة والله يعني احنا المفترض في غنى عن الكلام ده بس تمتخيلين انه تحصل نوع من التشويه والتأثير على بطولات اتعد دلوقتي لو سكيتنا يحصل تتسبت اه ان احنا في سنتين خدنا بطولات اكتر من الاهلي زي ما يقولك ايه مش عارف خدنا 14 بطولة ومتبقاش عارف هي جات منين ل 14 بطولة مفيش بيتلعب 14 بطولة اصلا لكن السكوت فعلا على الاخطاء بالذات فيما يتعلق بالحقائق خلاص علي وانا علي علي وانا علي صحيح دي كانت نقطة مهمة جدا نتمنى انها تكون واضحة جدا كابتن اسامة حسني بيحكي عن مجاملات الكابتن له يعني لما سمع عن اسامة حسني واسامة الحقيقة نحكي بقى نشوف وقعة اسامة في قناة اي دي سي وبيتكلم عن علاقته بالكابتن الخطيب شعورك ايه لما بتعتقر او تسمع اصله الاهلي بيجامل اسامة حسني عشان خاطر زوج بنت الكابتن محمود الخطيب ايه بتعمل ايه يعني لما بتسمع الكلام ده بتعمل ايه والكابتن محمود اللي بتقعد معاه في المواضيع دي بتتكلم وتقوله ايه لا لا الواحد بيتحك والله يعني في مواضيع ممكن الواحد اديها تمام لو كان كابتن محمود الخطيب عايز يجاملني ناس بتقول كان جاملني ولا لا اذا كان هو وهو ناب رئيس الناد الاهلي كان هو مضي على قرار رحيلي من الناد الاهلي طبعا المدير الفني رؤيته خلاص تحترم ومشي ايه انت بتقول انه كان ممكن وانت بتلعب يجابلك وانت كنت برضه جوم بنته يعني طبعا يعني وفي الموسم ده اللي انا مشيت في الناد الاهلي كان ليه اهداف حاسمة تواف افريقيا او في بطولة الدوري او لكن خلاص وانت خدت الموضوع عادي يعني ما كلمتش حتى مع كابتل محمود فيه لا خالص خالص بالعكس يعني خلاص يا خلاص فيها عصناد الاهلي خلاص فيه سوابت وفيه آآ نظام المدير الفني محدش تدخل في عمله مدير الفني كل اللي بيطلبه خلاص الناس بيتعمله وقاله عشان هو بيتحاسب اخر الموسم ده انا هديك حاجة تانية اكتر بقى يعني مفروض كانت عن دول محمود الخطيف اللي اجبت الكورة تمام من الاولى وهو عنده القرار وعارفه يقول بشهر او شهرين كان جيله قال لي عدى اصف لنادي ترتب امورك حتى آآ لأ ده انا معرفتش غير من مدير الكورة كانت تدقى حفيف كمان باخر الموسم لا يا راجع يا والله لا يعني طبعا انا شاهد عيان انا كنت في الجلسة والموضوع بيناقش وانتزم الكابتن الصمت لم يعلق على هذا الامر اطلاقا وقالا يعني هنا بقى الاستشعار الحرج موضوع خلصيني ما هادش ياخد رأي فيه وانتزم تماما بالقرار وعلى رأي كابتن اسامة يعني القرار مستشعر من قبله كان ممكن يقول له تعال ندور على نادي من دلوقتي وقتا ولعبوا عشان نسوأه كان مليون حاجة اتعمل زي ما بيحصل دلوقتي واولاد النجوم مثلا يعني بيطلعوا بشكل يابيتهجموا عشان اهليهم يابيت يدلع عشان اهليهم مفيش معاملة فير لابناء النجوم تم ده جوز بنته ابنه يعني يواخد بالك فالمسألة انت عايز الفير الفير ايه لا تجامل ولا تتحامل لا تجامل ولا تتحامل فاحنا النهاردة كابتن الخطيب لأ ده موقف يسجل للتاريخ ان الراجل قاعد وبيتاخذ قرار مصيري في جوز بنته اللي هو في الاخر مستقبله واكل عيشه وانت صاحب قرار او واحد من صنع القرار ابسط حاجة لو انت مش عايز تتحشر هتقول لي يا سامة خلي بالك تعال ندور لك على فرقة من بدري ما استغلش وجوده انه يستفيد من المعلومة ودي اهم حاجة انك انت الامانة والمصداقية ما تستفيدش بالمعلومة يعني 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 انا وانا في عيدو مجلس قدارة في النادي اللي كنت باكتب في مجالة سبعة الخير وجاني استاذ جريس لويس جريس قال لي يعني مش حاسين ان انت عيدو مجلس قدارة في كتاباتك وقتولي يعني تقصو ده حضرتك قال لي يعني يعني ايه يعني ما فيش حاجة خص szy اه انت عودوا انت عودوا صحب قرار مش فهم قصدي هو عايزنا أقول للقرار بدري يعني عايزنا أنا كإعلامي أن أنا أعلم واختص بقى الجورنال بتاعي بحاجة قلت له لا أنا من بكرة الصبحة وهي بقى إفشال أسرار مجلس أنا من بكرة الصبحة جاهز عن الامتناع عن الإسمرار في الكتابة وده اللي حصلت اعتذرت وما استمرتش ما كنتش معين في صلاحك لا 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 أنا ما تعينتش عمري لا فيهم ولا مع المصور لا أنا كنت بكتب يعني كنت عمل يعني كراجل هاوي باحتراف ومحترف بهواء هاوي باحتراف لأن كانوا يتعطرت أصلي مشكلة أنك تتعين فيها بقى تأمينات وفيها إنقابة وفيها ما كانش حد عايز يلتزل بالكلام ده وواحد ساكت فرحمه بيكتب وخلاص طيب شوفوا بقى تراكم السمعة والقيمة في المواقف بتاعة النادي لكابتن أسامة حسن بيحكيه عن الكابتن محمود الخطيب ما هو ده اللي بيصنع يا جماعة قيمة الأهلي والإمج بتاع الأهلي وصورة الأهلي وكبرياء واللي بيخلي حتى الناس اللي برا مصر صورة الأهلي عندها عاملة زي واحد من اللي تتكلموا عن صورة الأهلي وكبرياء العراقي الجميل ميسم عادل نجم الكرة والمحلل الرياضي نشوفه كولر مدرب كبير ده هي النادي الأهلي التوفق فيه أن يكون هذا المدرب هو مدرب النادي الأهلي لهذا الموسم وأنا ذكرت لكم هذا الشيء ذكرت لكم في كل اللقاعات كان عندي حدث وتوقع أن مارسل كولر سيغير أشياء كثيرة في النادي الأهلي حتى في موضوع الإداءة من وجهة نظري مثل ما ذكرت فيه أكثر من اللقاء سابق لا خوف على النادي دائماً وقول أن النادي الأهلي كل الأندي تحارب وين؟ تحارب على الفوز بالبطولات لكن النادي الأهلي يحارب على كبرياء النادي الأهلي ذو كبرياء لا يوجد مثيلة في كل أندية العالم هذا الرجل يعني إذا خوف على الأهلي ويتوقع نجاح هذا المدرب واستمراره نتمنى طبعاً هذا الكلام الأهلي يحارب على كبرياء ده تعبير شيك وجديد مش جديد هو بيلمس حقيقة أن الأهلي فعلاً بيدافع عن كبرياء دائماً يعني لأنه بيعتبر أن الخروج عن النظام العام وعدم حدوث الشكل المتوقع لبطولاته الشكل المتوقع لبطولاته مش عدد البطولاته فقط أنك تبقى المكانة الأهلي يدافع عن المكانة والمكانة للكبرياء التي تؤدي إلى كبرياء يؤدي إلى احتفاظك بالعكس الكبرياء والمكانة فيه رتباط بينهم فهو وصفها توصيب جميل جداً ده كلام مهم جداً هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل أهلاً بحضراتكم من جديد في ظل الشعبانة بقى بقى ده منهج بقى أسلوب حياة في الإعلام الرياضي أسلوب الشغل أعلي وأنا أعلي وأعلام الكرالالي قبل ماتش الأهلي والزمالك في الصوبر مهيب عبدالهادي في الـ MBCB يسأل المهندس فرج عامر عن توقعه للنتيجة وطرق السيد اسمعوا واعوا عندي بس فيديو ده كان مطلب جماهيري بالنسبة لي كل ما مشي ثانية لازم الناس تقول ليه هات لقطة كابتن طريق السيد وهو بيتوقع نتيجة المباراة هنشوفها مع المهندس فرج عامر هنشوفها مع بعض ونرجع نستكمل حوالي مين يكسب بكرة باش مهندس والله أنا بكملنا الأهلي يكسب الديني ناتيكتي المباراة وقعتك لها غدا كم كم إن شاء الله مهندس فرج عامر اتنين واحد للأهلي مين يجيب اللي جوان شادي و سافيو شادي و سافيو لا 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 اتكلم بجانب اكسب بالله بعد التوقع انت زبالك بيكسب يعني الشام ايه ما بص انت كنت قيل لي أول باش مهندس فرج عامر بس بعد التوقع انا بقول لك لا لا سيبك للواجه بعد المكلمة بعد المكلمة دي قسم بالله الزملك هيكسب إن شاء الله طب ليه بتقول كده كده ليه بوكي يتنظر بتقسم كم كم الزملك هيكسب اثنين واحد انا مش عارف ايه كمية الضحكة اللي دي هعى اطار اه اقسم بالله بعد التوقع ده الزملك هيكسب اثنين واحد بضحكة ساخرة وقبل كده أنا شامم هو كابتن طارق هيني عالي هو كابتم طارق قرر انه يعلي على الجميع يعني لا اللي بيتعمل ده واكل مع الناس الشعبانة ناشية لا واكل مع الناس لا انا هعلي عليكم كلكم اخصم بالله في حد يا راجل يتوقع بالقسم يا راجل تخصم بالله على شيء لم يحدث لا شيء لن يعني غيبي ما انا بكلم غيبي بتحكم على شيء لم يحدث شيء غيبي تخصم بالله طب وبعد هذا القصر ما حصلش تعمل ايه زي ما انت بتشمي الحاجات برضو كده انت حر تشمي زي ما انت حر وفي بالك مش هنخشك في حاسة الشام عاما انما تخصم بالله وبسخرية اعتقد ان ربما تكون دي احد اسباب فوز الاهلي على فكرة يعني الفكرة بتاعت ان انت كلعيب كورة موانس فرج عامل راجل خبير اداري الرياضي كبير بيتوقع بل قال ان انا بتمنى فقال له لا قول لي قال له تمنى اتوقع اتنين واحد وحدد كمان سافيه يعني انت يا فندم لعب كورة اول حاجة فكرة ان انت تقسم بالله على حاجة غيبية دي مصيبة سودة دي مصيبة سودة بجد مصيبة جهة مصيبة جهة لحقيقة على الشاشة ان انت بتقسم بالله في التوقع اصلا انت تقسم بالله على حدث حدث تقسم بالله حصل حتى وان كان لا تطع كل حلاف المهين يعني ده كلام فرج لكن ان انت كمان تحلف على حاجة غيبية فيها توقع وتجذب انها تحصل جبتها منين جبتها منين علم الغيب مقروم بالقصر ده انت على المصيحة الارصاد ما تقدرش تقسم بالله على الجوة ده خبير الارصاد الخبير اللي عنده مؤشرات علمية ما يقدرش يقسم انت بتقسم على كورة عشان بقول لكم احنا وصلنا لدرجة الحد الأدنى من الشعبانة شغل شعبان عبدالرحيم الله رحمه الناس تسوق الهبل على الشيطانة هل سخرية من رؤية او توقع المهندس فرج عامل انت شكلك ايه دلوقت بجد شكلك ايه انت بتزخر من راجل رؤيته الادارية ثبت ان هي صح بس بس عشان الناس ما تفهمش مضوع الشعبانة غلط شعبانة عبدالرحيم عندما ظهر كان لونه كان لون جديد غريب جدا اه بطل السجار وحلعب حديد اه وكانت الناس مبسوطة من هذا اللون اه ولما قالك احب يش عارف مين وعمل ايه اصاره جدلا لكن هذه هذه تخصه لو انت بقى عايز انت تقلده حتبقى شكلك مش مضبوط اه وبتقلده في الرياضة بتغسن بالله وبتسخر من شخصية جديرة بالاحتراب من افضل رؤساء لان ديه في تاريخ الرياضة المصدر لا واحد من العلامات البرزة ربما هو وهو كان يعني يتمنى ان يلهس ويتعرف عليه طبعا واخد بالك لكن ما يصحش اه 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 لكن اسلوب عالي وانا عالي كل موحدي عالي عن التاني في السخرية والتمادي في اللا منطق يبقى هو ده اللي بيأكل عبدالناتش شفت كمان فيديو للكابتن بشير التابعي كان كابتن اكرامي لا من ميستر جزفالدو فريرا على تصريحاته بعد المباراة فاتصل بشير زعلان ليه كابتن اكرامي يقول كده ويقول له ما تقولش على الزمالك كده كابتن اكرامي يقول له هو انا جئت سيرت الزمالك اه انت تكلمت على مدارب الزمالك بيحلله هو فريرا لما يغلط ما يترد عليه لكن لو عايز يبشير افكرك انت توقعك او رؤيتك للمطش ايه ساعتها لا افتكر انت قلت ايه مع مهيب اكسب مهمه يعني مش من فراغ وعشان كده كسبوه ومعليش ما تتعلميني الحمد لله ان المطش طلع اثنين صفر بس حتى لو جمولة نزمة كيزعل الحمد لله ان المطش ده طلع اثنين صفر بس كان ممكن يطلع اكتر من كده كان ممكن يبقي فيه كارسة ها هي دي ده انت نفسك يا بشير شفت ان الهزيمة اثنين صفر دي مخفاف واشار تحديدا الى المدرب لانه منظم واشدت بكفاءة كولر يبقى تفوق على فريرة فلما كابتن اكرام يقول رأيه فريرة ما ينفعش نقول له لا مش من حقك تقول ليه مش من انت تنتقد انتقد مرسل كولر بحقك فنيا ما حادش اقولك ما تقولهوش لكن لما كابتن اكرام يقول رأيه فريرة يبقى مهياش جريمة من نجوم الكرة المصرية اللي لعبوا هنا وهنا كابتن ابراهيم سعيد ودايما ابراهيم سعيد اراء ومحل اهتمام نشوف كما فكرة الانضباط والشخصية بتاعت الاهلي كولر رجحها بشكل كبير والنهاردة شفنا زي ما قلنا امتلاك نص الملعب برغم ان الزمالك بناخ نص الملعب فاتوح وعمر جابر والتلاثة اللي في النص الروح اللعيبة جوه الملعب هي اللي خلت شكل النادي الاهلي الروح اللعيب اه طبع هو النادي الاهلي هو دايما ميستو على مدار تاريخه هي الروح جوه الملعب عشان كده النادي الاهلي كان مستحوز على المباراة نتيجة اللعبها نازلة مركزة ولما ده الفارق ما بين احترامي ما بين الاهلي وما بين الزمالك في الحتة دي لما لعبت النادي الاهلي بتنزل تبقى مركزة وعندها الروح بتقدر تسيطر على المباراة يعني هو ارجع الامر الى روح اللعيبة اللي هي بتبقى العنصر الحاسم وهو جزء مهم في المؤكد جزء مهم وفاعل في نتائج الاهلي واداؤه عبر تاريخه يعني الروح بس مستند على حاجة مش على فراغ الروح بالتركيز شديد معه انت روح وانت مجهد ومصاب هتعمل ايه هتصاب اكتر وده اللي حصل السنة الفترة عشان كده كان هذا التفوق للاهلي على الزمالك في الصوبر وتفوق الاهلي مش جديد ولا مواقف الاهلي جديدة كلها خارجة من نبع واحد لانه على مدار التاريخ اضاءت حافلة الاهلي وطريقه الكثير من الشموع الحمراء محمد شريف صبري باشا ماشي حرب رابط بتستعرض شطرتك يعني بتربط ماشي هو هو يستحق ان احنا ناخد الارض يستحق محمد شريف صبري باشا شوفوا كل رموز النادي الاهلي ما شاء الله كانوا كريمة المجتمع كانوا كريمة المجتمع ونبلاء هذا الوطن عشان احنا نقدمها عشان تعرفوا تاريخ الاهلي كان في مين وان اللي بيحصل النهاردة هو اللي حصل امتداد للانبارع والتمسك بالاهلي كما وجدناه لان دول اللي علمونا ودول اللي مسؤوليتنا نسلمهم للي بعدينا احنا وجماهرنا نشوف التارير عن محمد شبري باشا الذي تولى رئاسة الوزراء ثلاث مرات وهو شقيق ملكة مصر الملك نازلي وخالي الملك فاروق تخرج في كلية الحقوق عام 1919 واختير ليكون مديرا لمكتب عدل باشا يكن رئيس الوزراء وسرعان منتقل الى وظيفة اهم حيث عين مساعدا للسكرتير العامي لمجلس الوزارة قبل ان يصبح مديرا عاما لمصلحة البلديات في وزارة الداخلية ثم سكرتيرا لوزارة الخارجية واستمر في هذا المنصب طيلة ست سنوات ثم اصبح وكينا لوزارة الخارجية طيلة خمس سنوات تالية ونال رتبة البشوية قبل ان يتوفى الملك فؤاد بشهر في السادس والعشرين من مارس عام الف وتسعمائة وستة وثلاثين وقد نالها مع عدد من اقطاب الحياة السياسية والفكرية في مصر في الثلاثين من سبتمبر عام الف وتسعمائة وستة واربعين طلب منه ان يصبح رئيسا للوزراء الا انه اعتذر لعدة اسباب وكان احد ثلاثة يشكلون مجلس الوصاية على العرش الذي تشكل اثناء حداثة الملك فاروق اما عن مستوى شريف صبري باشا الثقافي والحضري فكان مرموقا بفضل خبراته الدبلوماسية واجادته اللغات وقد ظل رئيسا للجمعية الجغرافية الملكية من عام الف وتسعمائة وستة واربعين وحتى عام الف وتسعمائة وخمسة وخمسين كذلك كان عضوا في المجلس الاعلى لمتحف الفن الاسلامي غرف عنه انه كان ابرز وجوه المجتمع المعروفة بمقاطعة الصحافة تماما ولا يدلون بأحاديث للصحافة مهما كانت الظروف ارتبط بقصة حب بكوكب الشرق ام كلثوم الا ان رفض الملك فاروق والصرايا بشكل عام حال دون اتمام هذه الزيجة تولى محمد شريف صبري باشا منصب سكيرتير النادي في الفترة من الربع والعشرين من أبريل عام الف وتسمائة وسبعة وحتى الهاد وثلاثين من ديسمبر عام الف وتسمائة protesting كما تواجد في اللجنة العليا للنادي عام الف وتسمائة وستة وعشرين وكان عضوا باللجنة التنفيذية من عام الف وتسمائة وسته عشر وحتى عام الف وتسعمائة وثلاثة وعشرين ومنحه الأهل الرئاسة الشرفية في الحادي والعشرين من أكتوبر من عام ألف وتسعمائة وواحد وأربعين يا جماعة انتم بتسجيلوا الفقرة دي ولا لا بكرة سجيلوا الفقرة ده تاريخ مصر صوت وصورة شايفين من أين قتى النادي الأهلي من الشارع ومن القاصر فيه ايه شبول أكتر من كده الناس اللي مستغربها هو أكبر شعبية ليه وبعدين يقول لك النادي الملكي احنا لا نزهو بهذا احنا نزهو بأننا صاح أصحاب الشعبية التي تدخل كل بيت باختلاف المستويات احنا يعني نادي الشعب ونادي الوطن لكن يوسف محمد شريف باشا صبري الجزء الأولاني من باته من باته القاصر الجمهوري القاصر الملكي من باته شقيق الملكة نازلي من باته ثقافته وعلمه اللي أهلوه أنه كان يترشح للوزارة وأنه هو يرفضها ثقافته أنه يمسك الجمعية الجغرافية الملكية شوف الأسماء يعني جمعية الجغرافية الملكية إيه اللي اهتمام الثقافي العالي ده بجغرافية عشان الناس اللي يقول لك الوطن وحدود الوطن ده الجغرافية والتاريخ هم بكل حاجة هي مصر مذكورة في القرآن يعني كيان له عدود مش مش مطلق كده على العموم أنا اللي هميني علاقته بالنادي اللي هميني التلات تصر الأخرانين ده أول سكرتير للنادي من 1907 من أبريل 1907 لغاية سبتمبر عشر ثم اللجنة التنفيذية بعد كده في أجل 916 الأدارة العليا اللجنة العليا اللجنة العليا ده مجلس الإدارة مجلس الإدارة الستة عشرين أصبر عليها أنا كنت بسلسلة والله تاريخيا 1907 لـ 1910 سكرتير نادي من 1616 لـ 1916 لـ 1924 في اللجنة السبرة عليها براهيل راهي أنا أكتبها إيه؟ من 1916 لـ 1923 عدواً باللجنة التنفيذية طيب باللجنة التنفيذية ولكن عدواً باللجنة العليا من 26 إذن تدرج في المناصر تدرج وثم رئيساً أول رئيس شرفي للنادي الأهلي في 41 هذا الكلام يا جماعة بنقول لكم دي الشخصيات اللي عملت النادي الأهلي ده مستواها دي ثقافتها دي دا حدودها دي إمكانياتها فلما نقول لكم سجلوا هذه الفقرات عشان يبعدوكم تاريخ النادي الأهلي موسخ وتفخروا بناديكم هي دي قيمة الأهلي يا جماعة وبالمناسبة النادي الأهلي أول نادي يطلع له مرسوم ملكي برعاية الملك ليه كان النادي الأول النادي الملكي الأول لكن الأهلي مع كل العصور اتسق مع قضايا وطنه زي ما حظي بالمكانة الرفيعة في عصر الملك فاروق وخد هذه القيمة من نبلاء الوطن كان الرائد والمعلم في طليعة الصفوف الوطنية بعد ثورة 52 هتلاقوا بعد كده الرئيس جمال عبد الناصر الرئيس أنور السادات رؤساء شرف النادي الأهلي هو ده النادي الأهلي اللي بيستمران حتى يومنا هذا متسق كل الاتساق مع قضايا وطنه مع قيادات بلده لا ينفصل عنها ولا أبدا يبتعد عن مقدمة الصفوف الخادمة للوطن وشوفنا في كل في تاريخه كل الحروب دوره كان إيه في كل الأزمات دوره كان إيه وإحساسه بنب ومشاكل البلد الحفلات والمطشاط اللي عمل عشان المجود الحربي يعني حتى في سينما اللقطة الشهيرة بتاعت شكر سرحان راح النادي الأهلي انت رايح فين ألا أنا مش عارة احنا هنكون في النادي الأهلي هنتجمع في النادي الأهلي عشان ما هو ده كان سلوك النضال ضد ما علينا لكن عندنا وقت ناخد يبقى الأهلي فكرة عظيمة رعاها وأسسها نبلاء وعظماء الوطن وتلقفها عامة الشعب فصار فعلا الأهلي نادي الوطن نادي الشعب عشان كده ظلت هناك الكثير من أسرار الملك طبعا مسيرة حافلة بالعطاء حافلة بالبطولات حافلة بالمواقف حافلة بالنجوم الطبيعي جدا أن يكون فيها أسرار لهذا الملك المتوج دائما على عرش البطولات والحديث عن القاطرة توتو واحد من أخطر وأهم المهاجمين ولهم مواقف رائعة توقعا يتضمنها التقرير ده طب نشوف هذا التقرير عن الكابتن توتو نجم كبير لا يمكن أن تنساه جماهير الكرة المصرية بصفة عامة والأهلوية بصفة خاصة إنه السيد حسين عطية الشهير بتوتو نجم المارد الأحمر بعبع الحراس تغنت جماهير النادي الأهلي طويلا باسمه كان من أجمل الهتافات التي ما زالت عالقة في الأذهان حتى الآن توتو توتو صلع النبي ولد السيد حسين عطية في مدينة طنطا عام 1925 لقب بتوتو نظرا لصغر حجمه في ذلك الوقت بدأ عشقه مع الساحرة المستديرة عن طريق الكرة الشراب في الشارع وانضم لصفوف طنطا بالصدفة فذات يوم نقص عدد اللاعبين في الميران فتمت الاستعانة به ليكمل التقسيم ليلمع مع أبناء السيد البدوي ويتألق ويجذب إليه الأنظار قبل أن يشاهده مختار تيتش أسطورة النادي الأهلي ويعرض عليه الانضمام لصفوف القلعة الحمراء وفي موسم 1947-1948 انضم توتو رسميا لصفوف النادي الأهلي ليفرد نفسه على التشكيلة الأساسية بالقلعة الحمراء والمنتخب الوطني وذا عصيته في دورة الصداقة التي أقيمت في اليونان ونال قسطا وافرا من اهتمام الصحافة هناك لدرجة أن أحد الأسر اليونانية أطلقت على مولودها اسم توتو ومثل توتو منتخب مصر في العديد من المباريات الدولية على مدار عشرة أعوام كاملة فشارك في بطولة البحر المتوسط عام 2019 ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة